ايام قليلة على السوبر اقوى اربع فرق مصرية تتنافس على الاراضي الاماراتية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بعثة النادي الاهلي ومعها بعثة نادي الزمالك وايضا بيراميز وسيراميكا كيليو باترا بدأوا في الانطلاق نحو الامارات واحد تلوى الاخر والكل مستعد من 20 الاربع وعشرين اكتوبر بطولة السوبر المصري بطولة كبيرة بطولة مهمة بص يا سيدي الاهلي مصر على الفوز بهذه البطولة لتعويد جماهيره الخسارة بكأس السوباء الافريقي الزمالك لإثبات ان الزمالك لا يفوز ببطولة واحدة ثم يخسر التالية عايز يكسب الاثنين ويرد على المشككين نمرة ثلاثة بيراميز عايز يقول لجماعة خلاص بقى انا ضغط البطولات بعد كاس مصر محدش هيقف قدامش سيراميكا كيليو باترا عامل فيها ايه؟ مستخبي عامل فيها محدش شايفني عامل فيها محدش يتوقعني بس بجد سيراميكا كيليو باترا ايضا فريق عاملها دائمات محترمة جدا وايضا فريق خطير عشان كده متوقع ان احنا نشوف مباريات فيها تنافس رائع جدا وبالمناسبة في ناس كتير تتحدث عن مواجهة الاهل والزمالك في السوبر يعني الاول الاهل هي لعب سيراميكا كيليو باترا والزمالك هيواجه بيراميز الناس تخطوا المواجهتين دول اصل الناس تتكلم على هو الاهل لما هي لعب الزمالك هياخد حقه ويكسبه زي ما كسبه في مبارات السوبر لأفريكي الزمالك ولا الزمالك هيكرر رفوزه على النادي الاهلي وحكيات من النوع ده وكأن البيراميز مش فريق خطير وهو فريق خطير جدا ولا كأن السيراميكا كيليو باترا فريق مجتهد ومميز وعنده لعبة مميزة فيش حاجة محسومة خالص خالص اوعى تتخيل انه فيه اي مباراة واي نتيجة في هذه البطولة محسومة نادي الاهلي هيسافر بكرة والزمالك والسيراميكا سافر والبيراميز سافر والامور خلاص كله بيستعد في الامارات دلوقتي لمباراة السوبر للمصري الاهلي الحالة المعنوية زي ما أنا فهمت هي حالة معنوية جيدة جد نفس الامر عند الزمالك بطبيعة الحال بعد السوبر الافريقي واكيد عند البيراميز وسيراميكا كيليوباترا مباريات بتحكيم مصري المباريات بتحكيم مصري ندعم بقى جماعة عايزين السورة كلها تبقى شكلها حلوة هناك في الامارات اهل حاجة ان الجميلة هتمنى المدرجات في كل المباريات وعايزين حالة تبقى حلوة عايزين سلوك جماهيري جيد سلوك من اللاعبين جيد ادارة تحكمية جيدة الفار هيبقى كويس وكاميرات وكل التفاصيل كل حاجة هتبقى متقفلة حلو ان شاء الله الامور تمشي كويس متفقلة ان شاء الله بإذن الله مارسي كولر المدير الفني ليه النادي الاهلي اتقال كلام خلال الساعات القليلة الماضية هقولك المعلومة او هقولك الاول الخبع اللي اتقاله بعد كده هقولك المعلومة اتقال ان مارسي كولر طلب التعاقد مع رمضان صبحي بمنطق انه الاهلي عايز اتعاقد مع لعبين قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية فقال لهم لو هتجيبوا لعين محليه هتوق رمضان صبحي ده الكلام اللي اتنشر وتم تدوله كتير لساعات الاخيرة سألنا سألنا اجماعهم بجد الاهلي عايز يجيب رمضان صبحي بلاش بلاش الاهلي كنادي هل فعلا مارسي كولر قال انا عايز رمضان صبحي لقينا نفي قد كده هو قد كده هو نفي 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 مفيش 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 كلام ده لم يعرض ولم يطلب ولم يقول كتير من ده مش بس كده ده مصدر في الجهاز الفني للنادي الاهلي قال لنا انه مارسي كولر فاهم كويس اوي الحكاية بتاعت رمضان صبحي مش غيبة عنه يعني وتفاصيلها الجماهيرية والادارية وكيف راحل على النادي الاهلي وكل هذه الامور ده من ناحية من ناحية تانية هو انتو ليه بتتعاملوا مع بيرامدز انه بيوزع لعيبة انتو شفتوها فين دي يعني اللي هو مثلا ايه النهاردة قال لك ايه الاهلي عايز يجيب رمضان صبحي انبارح الزمالك عايز يجيب رمضان صبحي اه مين قال ان بيرامدز اصلا هيسيبه ده بيرامدز لا لمح ولا قال ولا عنده مشكلة مع رمضان ولا فيه اي حاجة فجيبتوها منين ما طبيع حتى لو حد عايز يشتغل رمضان صبحي بيرامدز هيطلب رقم غالبا تعجيزي على كل الاندال في مصر ده من ناحية من ناحية تانية مع بيرامدز الوقت بقى منافس فمش هيسيب واحد من اهم لعبيه لمنافسي لا اهلي ولا زمالك ده حتى انا بقول لك اهو انا قلت لك الاول المعلومة وده كلام المنطق مفيش اي حتى مفيش رمضان صوحي خالص عند الناد الاهلي مفيش خالص طب خد بقى الزيادة قالك دي دي اللي حلوة اهو دي بقى دي لما شفتها دي كانت حاجة مضحكة بصراحة انا عاش الناس بتخترع اخبار مش بتقلف بتخترع يعني فيه لا مش ابداعك وتقول ابداع في الاختراعات لا ده مش ابداع ابدا من فعش يبقى ابداع ده يقول لك ايه يقول لك مارسر كولر كمان طلب ناصر ماهر يا سيدي يا سيدي عالجمال وعالاختراعات ازاي يعني قول لي انت ازاي قول لي ازاي الراجل مرتبط بقعد مع نادي الزمالك واكيد نادي الزمالك مش هيبيع لعب مهم عنده للنادي الاهلي المنافس بتاعه فجات منين الحاجات دي بتيجي منين يا جماعة بتجيبوها منين بتخترعوها ازاي وللأسف يعني ابداع نسأل ونشوف المصدر عشان بنقول ايه احنا كل حاجة في الدنيا دي ممكن تحصل فخلونا يمكن يمكن حصل حاجة ولا بتاع فيه مثلا صغرة في الايام بتشوف جي منينك يعني ايه يقولك ما فيش دخان من غير نار بس بصراحة لا ما كانش فيه نار ولا فيه دخان ولا فيه ايه حاجة ما فيش الكلام ده مش منطقي اصلا بس ببقى لازم نروح للمصدر عشان انفيلك نافي قاطع عشان الاسف فيه ناس كمان بتمشي وراك كلام دوت وبتصدقوا فدورنا ان احنا نوضح الامور دي دي حكاية ما فيش ناصر مهر وقابلها ما فيش رمضان صبح في الاهلي فيش الكلام ده تخيل كده مثلا ايه زمالك خد يا اهلي ناصر مهر او برامد خد يا اهلي رمضان صبح دول المنافسين بتاع الاهلي اصلا فمش منطقي اصلا ابيع لعيم مهم عندي للمنافس بتاع ده في العالم كله مش في مصر بس يعني دي حكاية قلت لكم من كام يوم النادي الاهلي بيفكر في تجديد التعاقد او تعديل تعاقد مراوان عطية هو اه اتحدد معاه جلسة بداية الشهر اللي جاي بإذن الله شهر نوفمبر عشان يتم تعديل التعاقد بتاعه يعني يزيد المقابل المالي اللي هيخده وياخد لها 7 مليون هم عايزين يزودوه ل11 مليون جنيه في الموسم مع تمديد التعاقد لسنتين اضافيتين في التعاقد بتاعه دعين مهم ولا ابالغ يعني لو قلت انه مراوان عطية حاليا يقدم افضل اداء للاعب رقم 6 في مصر لو حطينا مشاركاته المحلية مع النادي الاهلي ومع منتخم مصر عشان حد نطيتلي دلوقتي يقوللي ودونجة ومهند لاشين كلهم لعبة عظيمة انا بتكلم انه دول اضافوا بشكل رائع جدا اللي فرقهم ومراوان خد فرصة مع المنتخب فاضاف للمنتخب وقدم مباريات كويسة فمراوان منتخب واهلي رائع الباقي ممتازين مع عنديتهم لحين ما ياخدوا فرصة مع منتخم واستطيعا نقول انه هم الافضل يعني بس مراوان حتى يازل اللحظة اكيد الافضل دي حكاية حكاية مراوان عطية الحكاية دي من الصبح الناس بتتكلم عنها واقول لك تفاصيلها واقول لك معلومات مهمة واقول لك انفراد لرقم عشرة كمان نهاردة تم الاعلان او يعني معظم المواقع اعلنت انه عمر سيد معوض لاعب شباب النادي الاهلي وامن طبعا او نجل الكابتن الكبير كابتن سيد معوض انتقل الى نادي ريال بتيس الاسباني وعرفنا في رقم عشرة من النادي الاهلي ان رحيل عمر سيد معوض كان مخطط له قبل حتى توقيع اللاعب عقد احترافي مع النادي الاهلي في اكتوبر الماضي في 2023 الاهلي مضى مع عمر سيد معوض مضى بقى عقد احترافي وكان واعد عمر لو جاء له عرض من اي نادي في اوروبا هنسيبك يعني الاهلي مش متفاجئ وما حصلش اي مشكلة في الفكرة بتاعة المفاوضات مع الاندية الاوروبية تمام تمام تعرفين عمر كان جات له كان على وشك لانتقل الى ريال بتيس بعد كده جات له اصابة بقطع في الرباط الصديبة عطلته شوية عطلته شوية رجع عمر سيد المعوض ويبدو انه هيرجع تاني المفاوضات مع الاندية الاوروبية تتجدد مرة اخرى يعني طيب دي حكاية بقى الحكاية ايه بقى بقى الحكاية ايه لألي بالمناسبة هياخد 300 الف دلار لو بقى عمر سيد المعوض الى ريال بتيس الى ريال بتيس سألنا احنا بقى ريال بتيس يعني قلنا نسأل ريال بتيس ايه الوضع هل فعلا اتعاقدته مع عمر سيد المعوض زمالنا العزيز في اعداد ده رقم 10 احمد شهاب تواصلة مع مديرة المركز الاعلامي بنادي ريال بتيس اسمها مرسيدس هي اسمها كده مرسيدس وقدتنا مفاجأة يعني قدتنا تفاصيل كتيرة وفيها مفاجأة مبدأا كده قالت لنا ان ريال بتيس حتى هذه اللحظة لم يتمم التعاقد مع عمر سيد معوض وقالت لنا ان لسه في مفاوضات شغالة بين مسؤولي بتيس والنادي الاهلي من اجل حسم الصفقة واكدت انه مش هما بس اللي بتفاوضوا على عمر سيد معوض ده فيه اندية اخرى بتتفاوض على ضم عمر سيد معوض خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية ومديرة المركز الاعلامي بنادي ريال بتيس قالت لنا كمان انه كان فيه متابع لعمر سيد معوض بشكل مباشر من ارضية الملعب بالمناسبة ده الايميل اللي وصلنا من مارسيدس اللي هي مارسيدس دي برادو اللي هي مديرة المركز الاعلامي في نادي ريال بتيس وفي كل هذه التفاصيل قالت لنا كمان انه مدرب الشباب في ريال بتيس كان قام بزيارة مصر في كأس افريقيا تحت عشرين سنة وشاهد اللاعب وتابع اللاعب واوصى بالتعاقد معه قالت انه هو ادى فترة اختبارات في ريال بتيس قبل كده قبل ما يتعرض للاصابة ويتجرب في بعض الدورات التدريبية وقالت كمان انه بعد باللاعب بلغ تمنتاشر عام تفاوض مسؤوله بتيس على ضمه من النادي الالي في شهر او هيتفاوض في شهر يناير اللي جاي مع فتح باب الانتقالات الشتوية لكن وعلى السنة حتى هذه اللحظة لم يتم التوقيع رسميا لا مع اللاعب ولا مع النادي الاهل وقالت انه لو حصل التوقيع ريال بتيس هيعلن ده في بيان رسمي وقبل كمان الصحافة المصرية قالت ايضا لرقم عشرة ان احنا على علم كم ده على السنة على علم بالمعلومات اللي تم نشرها في مصر حول الاتفاق مع ريال بتيس والاهل التعاقد مع اللاعب قالت لكن احنا حتى هذه اللحظة مفيش اي حاجة رسمية ومفيش اي حاجة تمت والموضوع كله ما زال مفاوضات الجارية حتى شهر يناير يعني حتى لو هم هيدموا اللاعب مش هيدموا دلوقتي هيدموا في شهر يناير احنا نتكلم على عمر سيد معاوض دي الحكاية بالكامل جبتها لك من مصدر في النادي الاهلي ومن مصدر في ريال بتيس هي مديرة المركز الاعلامي بنادي ريال بتيس في انفراد لرقم 10 بخصوص صفقة عمر سيد معاوض لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل خليكم يعلم بحضراتكم مرة اقرأ تعال نروح لأخبار نادي الزمالك طيب قبل ما اروح قبل ما اروح لأخبار نادي الزمالك معايا عبر الهاتف الان الاستاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا حبيب يا كريم رب نحليك اخبار حضرتك دايما الحبيب المتوفي وبتقلق ان شاء الله يا رب يخلي حضرتك يا رب يخليك يا فندم قولي بداية كده السوبر المصري توقعاتك واحلامك والصورة اللي نفسك يطلع بيها السوبر المصري ان شاء الله ونحن على ابواب انطلاق ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله طبعا نعمل ان الانديم والمشاركة ان شاء الله الاربع يقدوا اداء يليق باسمه مصر ويكون ان شاء الله لعب ويكون حاجة تليق بمصر وباسمها خصوصا ان احنا هنلعب برا مصر ان شاء الله اسراركم كالتحاد على ان يكون طاكم التحكيم في المباريات طاكم تحكيم مصري نال شادات الكثير من المتابعين يا فندي والله احنا من زمان طول عمرنا بنؤيد الحكم المصري وما بنفضلش ابدا ان يكون يدخل حكام اجانب بس احنا بنردخ لطلبات الاندي في بعض الاحيان لما بيطلبوا وان شاء الله يعني ليه يا فندي معلش ليه يا فندي من نردخ يعني ليه نردخ لطلبات الاندي يعني بيبقى بيبقى كل باتش وليه ظروفه زي ما بيقوله واتحاد الكرة في الاول وفي الاخر يعني هو 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 حكم عادل في اللعبة وهو مسؤول عن اللعبة وبرضه مسؤول عن 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 راحة الاندي يعني صحيح إلى قدر كبير يعني صحيح يا فندي هل 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 مازال في تفكير اتحاد الكرة أن يكون رئيس لجنة الحكام القادم أجنبي ولا هتسيبه ده للمجلس القادم بإذن الله أعتقد أنه هو رئيس الرئيس اللي جاي أجنبي إن شاء الله ما كناش ما كانش هيجيبه مجلسنا فهيجيبه المجلس اللي جاي بعد لأن دي يعني استراتيجية خلاص يعني اتفاجنا عليها عمال رئيس اللجنة لحين 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 تعيين رئيس لجنة أجنبي حالك بتقول استراتيجية يعني أي مجلس هيطبقها يعني احنا يعني أخدنا قرار وإن شاء الله يعني شايفين إنه هو كتر التجارب اللي مرت علينا يعني أكدت إن شاء الله اللي هيكون أجنبي إن شاء الله يا فندم كتير قوي من الناس أو قبل ما أكلمك على الأمور دي أكلمك لول على منتخب مصر والفوز على موريتانيا في موريتانيا والحالة المجايدة يعني نتعرف يعني جيت الفؤال راح ناحية السوبر والمفروض إن احنا راجعين مبارح من موريتانيا وكان المفروض إن احنا كسبنا وتعهلنا يعني أنا كنت فاكر إن المداخلة عشان المنتخب مش عشان نتكلم على كل حاجة يا فندم بس حراك دخلت معايا كنا نتحدث عن استعادات الأندية أنا عارف يا عزيزي محمد لا لا وإنت عندك بس إحنا كنا نتحدث عن استعادات الفرق للسوء المصري ودي بطولة كبيرة تشرف مصر في الأوراق فأنا فأنا خدتك خدتك معايا في الكلام عن السوء أكيد هكلمك أكيد هكلمك أكيد هكلمك على المنتخب وكل الأمور يا فندم وأتشرف دايما بوجود حراك معايا منتخب مصر أداء رائع جدا في تصفيات أفريقيا وأيضا في تصفيات كاس العالم والحالة رائعة مع كابتن حسام حسن والجهاز الفني يا فندم آآ آآ ما شاء الله عليهم وماتش مبارح كمان الأجواء يعني كسبوا وخدوا التلاتة بوند وبرغم أن الأجواء كانت صعبة والجو كان حرر شديد يعني يعني درجة حرارة اليوم كنت تتخيل الأجواء كانت عاملة إزاي والحرارة والقوبة مع بعض والملعب ديج والجمهور يعني مش عايزة أقول لحظتك يعني يعني جاب لها بيوم وأحنا ساعة ما روحنا وأحنا شايفين البلد كلها على قدمه ساق واستعدادات للمطش وتذكر نفذت وكده يعني فهما كانوا دين المطش يعني اهتمام غير عادي يعني بس احنا الولاد من رجالة ومتأثروش بأي حاجة وقدروا أنهم هما يرجعوا بالفوز والتأهل كان ناس كتيرة وأنتم بتعينوك كابتن حسام حسن سيد محمد جي مدرب أجنبي وانتو خدتوا القرار وتحملتوا المسؤولين وبقى الجهاز الفني جهاز فني وطني وقد كان وحتى هذه اللحظة نجاحات جيدة جدا على مستوى تصفيات أفريقيا وتصفيات كأس العالم هل كابتن حسام حسن لامس طول الوقت دعم اتحاد الكورية يا فندم لازم طبعا هو اتحاد الكورية ايه دوره غير أنه يدعم يدعم المنتخبات وخصوصا على رأسهم المنتخب الأول يعني هو دور اتحاد الكورة دعم المنتخبات وعلى رأسهم المنتخب الأول فلابد طبعا يكون فيه تعاون كامل وأنا شايف يعني اللي ما يتعاونش في الأمور دي يبقى يعني يعني يبقى خاين خاين بحس أنا من الكابتن حسام حسن وأكيد حالك كمان بتشعر بده أزمحمد أنه طول الوقت حاسس أنه مش بيلقى الدعم الكامل هل يقصد به دعم إعلامي وجماهيري ولا دعم من اتحاد الكورة لا أكيد يقصد دعم إعلامي وجماهيري طبعا لأنه ما بدأ تحت الكورة ما بيدخرش جهدا ولا مالا ولا اهتماما يعني تمرين المنتخب زي ما حضرتك بتشوف بتلاجئ اتنين أو تلاتة أعضاء في المجلس الإدارة صح وساعات الرئيس وساعات نائب الرئيس صح فالسفريات برضو مش أجل من واحد بيسافر معهم برغبة للسفريات بتبقى بالحضراشر ساعة نحن رحنا الصفر كان الطيارة الوحدة 8 ساعات كان حوالي 15 ساعة سفر رايح و15 ساعة جاي والأمر مرهق جدا 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 ومع ذلك أنه في عضو اتنين بيسافروا مع الفرجة ما بيسيبوهاش أبدا غير أن توفير الطيارة الخاصة والمعسكرات على أعلى مستوى وكل ضلبات وكل ضلبات المدير الفني مجابة يعني مش هتجاب لا تضلباته مجابة صحيح أعتقد أن مجلس إدارة اتحاد الكورة ما بي ما بي ما فيش أي تأخر عليه و و و و وإن شاء الله الأيام اللي جاية تشهد زي ما صعدنا أمم أفريقيا إن شاء الله نصعد حس العالم و إن شاء الله سيد محمد وربنا ينطف الكابتن حسام وجهازه إن شاء الله إن شاء الله سيد محمد أكيد أنت بتابع زينا كلنا ناس تتحدث دائما عن علاقة الكابتن حسام حسان وجهاز المعاون مع اللاعبين هل علاقة جيدة ولا مش علاقة جيدة وإنت كنت تشاهد على ده خلال رحلة موريتانيا وأكيد كنت تشاهد على ده خلال الأيام كمان ما قبل رحلة مباراة موريتانيا أنت ممكن تقول لها علاقة عاملة زي ما بين كابتن حسام حسن ولعبي منتخب مصر بص هو كابتن حسام حسن طبعا هو لاعب دولي برضو من طراز فريد طبعا يعني أعتقد أنه هو أكتر أكتر لاعب في تاريخ مصر أحرص أهداف أهداف للمنتخب وأكثرهم مشاركة مع المنتخبات طبعا وهو كمدرب برضو درب درب فرج سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأفريقي فأعتقد أنه عنده من الخبرة كلاعب أو مدرب يخليه يعرف يحتوي فرجته كويس جدا والدليل على كده أنه هو ماشي العلامة الكاملة في أمم أفريقيا وخلاص بجيخابة أو قوسين أو أدنى من الصعود إن شاء الله لكسر عالم فده طبعا إن دال يدل على أنه هو محوط على لعيبته وعلاقته بيهم إن شاء الله كويسة ده غير أنه نحن شايفين أنه العلاقة كويسة إن شاء الله وما فيش ما يشوبها يعني عظيم جدا تخيبات اتحاد الكرة اللي جاي أزو محمد حراك موجود فيها؟ إن شاء الله ربنا يسر الأمور إن شاء الله إذا كان في ربنا يريد أكون موجودة أكون موجودة إن شاء الله وأنا تحت عمر اتحاد الكرة في أي وقت يعني حراك عندك النيل ده؟ إن شاء الله إن شاء الله جميز إنه يخضع للتحقات في لجنة الانضباط هل الكلام ده حقيقي يا فنم؟ ما عنديش فكرة الله إذا كانت الانضباط خلصت وبعتت له أنا لسه لسه ما عندكش معلومة فيها؟ ما عنديش لسه معلومة الله أنا كنا في موريتانيا وقبلها يعني ما عنديش حاليا الفكرة طيب أخر سؤال منتخب مصر الفترة اللي جاية هنشوف مباريات ودية كبيرة مع منتخبات كبيرة أعوز محمد في النيا؟ إن شاء الله طبعا آه طبعا 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 البضياني اللي بيعمل مكافة القسام آه أحنا معاه على أي وضع يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله المحترم أستاذ محمد أبو الوافع عدو مجلس إدارة الانتحاد المصري لكرة القدم أنا بشكر حضريك شكرا جزيلا على كل هذه الإجابات الوفية وساعد صدرك دي حكاية طيب آه كلام كتير بقى حول كاس العالم في أمريكا وكاس العالم للأندية وكصص وحكايات يعني عندنا كاس عالم أندية في أمريكا وعندنا كاس عالم كبار منتخبات في أمريكا الوضع يبقى عامل إزاي والحكايات عاملة إزاي في أمريكا منتخب الأمريكي نفسه كل يوم يتطور عن اليوم اللي قابله معايا عبرزوم الآن جريك برهالتر المدير الفني السابق لمنتخب أمريكا منذ أيام قليلة كان مديرا فنيا للمنتخب الأمريكي وحاليا لنادي شجاخه فاير معايا عبرزوم يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 بالتأكيد ده سألك الأول عن المنتخب الأمريكي نشاهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة حول المنتخب الأمريكي ومشاركته في كثير من البطولات المختلفة والوضع جيد أعضقت في الفترة الحالية ما هو سر التقدم الكبير اللي شاهده المنتخب الأمريكي في السنوات الأخيرة حقيقة احنا اتعلمنا كتير من الماضي الحقيقة احنا اتعلمنا كتير من السنين الماضية واجبنا اللعيبة يعني طلعنا لعيبة صغيرة كتير ودلوقتي حاليا بيلعبوا في المنتخب وطبعا الفريق التحسن بشكل أكتر أمريكا على وشك استضافة كأس العالم وكأس العالم للأندية استضافة البطولات الكبرى دي يفرق ديه مع كرة القدم الأمريكية بشكل عام طبعا طبعا أنا شايف أنه ده هيبقى حاجة عالمية العالم كله هيتفرج عليها أمريكا مش يعني بلد بلد مش من سياسية فقط لا هي بلد رياضية والعالم كله هيتفرج الدولي الأمريكي أو كرة القدم الأمريكية كانت تشهد كثير من أساطير كرة القدم في العالم الدولي كان بيلعب فيه وفي الأندية عدد كبير من الأسماء الكبيرة لماذا تراجع الدولي الأمريكي في استقطاب النجوم الكبيرة في العالم زي السنوات الماضية الحقيقة أنت عندك حق إفداء وأنا شايف أني برضو أننا هتكلم على مثال على محمد صلاح أنا شايف أن محمد صلاح ممكن يبقى إضافة كبيرة جدا في أمريكا ولكن أنا شايف أنه هو حاليا مركز في ليفربول وشايف أننا عندنا حاليا لعيب زي لينو ميسي لينو ميسي هو بالنسبة لنا حاجة أسطورية وهو بيفرق كثير معنا في الدولي الأمريكي حبيب محمد صلاح يبقى موجود في نديك في المستبل قريب أو بعيد؟ طبعاً ده هتبقى حاجة جميلة أنه يظهر في الدوري الأمريكي فقط لأن ده كمان مش هيبقى قويس في الملعب قد ما كمان العالم كله هيبدأ يتفرج على الدوري الأمريكي زي ما العالم كله بيتفرج على الدوري الإنجليزي دي لوقتها شايف محمد صلاح عايزة أسمع رأيك بقى بصفتك مدرب كبير عن محمد صلاح ومسرته في كرة القدم العالمية نحب نسمع رأيك هنا في مصر بالنسبة لي محمد صلاح هو حد عالمي يعني بدأ حياته بطريقة صعبة وفي الآخر قدر أنه يثبت لنفسه قدر يثبت للناس كلها أنه هو حد قوي جداً مش بس للعالم ده هو كمان بيسبب صعبات جمدة جداً للمدفعين في العالم كله عايزة لك على بطولة الكاس العالم الأندية اللي هتقام الصف القادم إن شاء الله إيه رأيك في النظام الجديد لبطولة كاس العالم الأندية مع كثير من الاعتراضات في دوريات أوروبية ومدربين ولعبين أوروبيين على إقامة البطولة بهذا النظام في الصيف القادم نعم سير ده مثال من الحاجة اللي هي تبدأ يبقى فيها تطور فأنا شايف إن ده تطور ممتاز إنه ينضم للبطولة فرق كتير عشان يبقى فيه اختلاط ما بين اللعيبة واللعيبة تعرف تتعالي من بعض نشارك من مصر في هذه البطولة عن قارة أفريقها النادي الأهلي وننتظر تجهيع كبير من الجمهور الأمريكية الأهلي فريق كبير والأهلي مشهور جدا في مصر بدون منافس فأنا مش هتكلم كبير على فريق لي شعبية عالية جدا بدون منافس وطبعا مصر بتشرف في أي بطولة بتقدم فيها عظيم في السابق درب في مصر مدرب أمريكي كبير هو بوب برادلي هل تنظر إلى كرة القدم المصرية بشكل جيد هل ترغف في التدريب في مصر في المستقبل طبعا طبعا أنا شايف أن فيه لعيبة صغارين في السن كويسة جدا وشايف أن مصر حاليا بتصدر لعيبة كتير جدا أوروبيا وفي الدور الإنجليزي يعني الأول ما كونش ممكن يسمع عن ده ولكن حاليا ده بيحصل أنا أشكرك شكرا جزيلا جريك برهاتر المدير الفني السابق لمنتخب أمريكا والحالي النادي الشيجاغو باير كان لقاء عبر زوم مع مدرب جيد جدا رائع يعني نكلم كثيرا باحترام عن الأهلي وعن محمد صلاح الأهلي كونه هيشارك في كأس العام العندية ومحمد صلاح أسطورتنا المصرية حديث مهم جدا طيب جيحكا نروح لأخبار نادي الزمالك الزمالك صرف مكافآت قياسية للعيبة نادي الزمالك بعد الفوز بالسباة الأفريقية زي ما وعد مجلس إدارة نادي الزمالك لعيبة نادي الزمالك أقول لهم اكسبوا السوبة الأفريقية هتاخدوا مكافآت ما شفتوهاش قبل كده همنتكلم ربعمائة ألف جنيه لكل لعب سمعوا في حسابهم خلاص خدوهم يعني خدوهم نادي الزمالك ولعبته مبسوطين مبسوطين هم حطولهم ربعمائة ألف جنيه في الحساب حساب كل لعب قبل السفر إلى الإمارات عشان كل واحد يبحاط في بطنه بطيه خصيفي ومتطمن على فلوسه روح بقى أكسب السوبر المصري كمان هو ده الإدارة الزمالك بتقوله للعيبة نادي الزمالك أخذتوا المكافآت زي ما عدناكم وردونا هتعملوا ايه بقى في السوبر المصري دي حكاية جوزيجو ميز الموديل الفني لنادي الزمالك بيفكر هو أنا مين اللي هيلعم مكان دونجا مين عندي ممكن يلعم مكان دونجا هقولك اللي بيحصل وهقولك سيناريوهات مبدئيا كده زياد كمال هو البديل الأول عند جوزيجو ميز لتعويض دونجا طيب في النبي اللي أعمال دونجا خلاص مش يلعب بسبب عنده مزق في الخلف فزياد كمال الخيار الأول طيب هل في خيارات أخرى؟ آه في خيارات أخرى هقولهلك عندك خيار أنه عمر جابر هو اللي يلعب في المركز ده ومحمد شحاته يلعب على اليمين هتقولي طب ليس يسعب على نفسه طب ما يلعب عمر على اليمين وشحاته كيه كيه بيلعب في النص لا جوزيجو ميز شايف شحاته يلعب لا بوسط رقم 8 مش رقم 6 أبدا عشان هو بيتحرك كتير أدوار الهجومية كبيرة مش هيقدر يأمن المكان ده بشكل جيد فهو مش حادث شحاته خيار في المركز ده ده خيار أصلا طيب لو أنت مش عايز تجيب عمر جابر من عليمين تحطه في النص وبنتيك هيلعب ناحية الشمال عادي ففي رأي أنه محمد حمدي لعب المركز ده في أمبي محمد حمدي لعب كل المركز طيبا في أمبي لعب زي الأيصر لعب لعب وسط رقم 6 لعب وسط رقم 8 لعب جناح طب ما نجرب محمد حمدي عشان بالمناسبة الشي بشي يذكر يعني جوزي جميز مقتنع جدا بمحمد حمدي وعجبه جدا الناس فاكر عشان بنتيك هو اللاعب السوبر أفريقي فهو كهو مش مقتنع بمحمد حمدي فهو محمد حمدي عجبه جدا طيب خدي كمان مش لك لعب جه على غير رغبة جوزي جميز أنا قلت المعلومة دي كتير وخلاص كل الناس بيقولوا المعلومة دي دلوقتي واضحة يعني ده من جوزي جميز يعني جوزي جميز هو اللي بيقول أنا مكنش عايز اللاعب ده ورغم كده ورغم كده التدريبات الأخيرة والمباريات الوئداء الأخيرة مش لك خد عين جوزي جميز بس خد المعلومة دي خد المعلومة دي مش لك أصلا جاي عشان يلعب كجناح أيصر مكان مصطفى الشربي أو يعني يلعب مع مصطفى الشربي ناحية الشمال جوزي جميز مش شايف مش لك بقى خالص يلعب في الجنب الأيصر يلعب في الجنب الأيمن ده ما كان مين يا أولاد ما كان زيزو إذن مش لك صعب يلعب أساسي في نادي الزمالك مش لك هو البديل لزيزو دلوقتي في تفكير جوزي جميز مش لك هو بديل زيزو في تفكير جوزي جميز يعني زيزو مش موجود لأي سبب من الأسباب لقدر الله إصابة إيقاف فمش لك يلعب ناحية المين والله يا زيزو بيلعب مباراة وأرهق فيخرج وينزل مش لك أو لزروف ما يعني ممكن يحطه ناحية الشمال بس هو مش شايفه ناحية الشمال جاية هو شايفه بس ناحية المين دي حكاية نادي الزمالك في الوقت الحالي بيدرس إنه ما يتعاونش تاني مع نادي بيراميدز ونادي سيراميكا كليوباتر العلاقة متوترة جدا الزمالك طلب من هنا لعيبة ومن هنا لعيبة والدانيا مقفلة على الآخر وأنا قلت لكم بالنسبة لبيراميدز خلينا بس واضحين كده بيراميدز جماعة يا دلاتي بقى يتعامل بمنطق المنافس أنا مش هدي لعيبة لمنفسين مباشرين لي مش بسهولة ولو إداك لعب يبقى هو مش عايزه أو يعني بينكو سين كده بيرميه خلاص أنا كده مش عايزه مش محتاجه مش بسهولة إنك تاخد لعيبة من بيراميدز سواء أهلي أو زمالك صعب ده واحد طيب سيراميكا كليوباترا وأنا أتاكي المعلومة دي وهأكد هلك دلوقتي سيراميكا كليوباترا احنا بالكلام على بيكا ليه بيكا ما رحش نادي الزمالك سيراميكا كليوباترا لن يبيع لاعب خده من الأهلي للزمالك ده اتفاق ولن يبيع لاعب خده من الزمالك للأهلي من الآخر كده سيراميكا كليوباترا قال للناديين بمنطقة الاحترام انا مش هبقى كبري لكم يعني مش الاهلة هيبيع لي لاعب اروح انا بايعه للزمالك الزمالك مش هيبيع لي لاعب اروح انا بايعه للأهل مقفولة دي معنومة دي الهلك من اسبوعين ثلاثة وباقي كده الهلك دلوقتي كمان ودي الحكاية يعني ببساطة طيب ربط الاندية المصرية قالت النهاردة ان قرعة بطولتاي الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد الفين اربعة وعشرين الفين خمسة وعشرين وبطولة كأس الربطة هتبقى يوم تسعتاشر اكتوبر الجاري يوم السبت اللي جاي ان شاء الله بمشروع الهدف بمدينة ستة اكتوبر اللي هيجري القرعة الشركة الالمانية هيبقى عبر زي كده ايه زوم هتاخد عشر دقايق هيحطوا المعايير هبا يروح دخل على السيستم خد جدوى الدوري خد جدوى الدوري يعني عاش تبقى فيا برضو القرعة مش تتعامل ازاي اه فيه زي ما كانوا بيتعامل على طول كده فيه ورق كده ورسومات وتكتب اهدي هنا وزا مالك ما فيش الكلام ده خالص فيش بقى ده وقت هتدي له بيانات هينمي على السيستم هبا يلاقي جدوى الفوشينا مين فين بقى مين رايح مع مين ما فيش بقى حاجس ما موجهة واصلها مش هلاعب الاهلي وزا مالك في اول الدوري لا مش هلاعب اه تبدي نقطة مهمة جد تبدي نقطة مهمة جد جدا جد انت وارد يوم السبت الجاي تركز معايا دي مفاجأة دي وارد يوم السبت اللي جاي ده قرعة الدوري اللي هو بعد يومين ده تلاقي مطش الاهلي والزمالك اول مطش في الدوري اه والله زي ما بقولك كده تعالي انتخيل مشهد كده احنا الكلام ان الدوري هيبدأ يوم 30 اكتوبر والاهلي والزمالك لو وصلوا فينال السوبر السوبر المصري اللي هو يوم 24 هيكونوا لعبوا السوبر الافريكي من اسبوع هيلعبوا بعدها السوبر المصري يوم 24 وبعد كده يلعبوا يوم 30 في الدوري انت خيالي السيناريو اهلي وزمالك 3 مرات في اقل من شهر السيناريو خيالي عشان القرعة بتاعة الدوري مش تبقى موجهة هو حاجات بتتربع على السيست بتاعة الشركة الارمانية دي بكيش هنيعني كده تقوله والله خد الملعب اللي هنلعب عليها كذا وانه القرعة يلعب اول او الدول الاول دوت اربع مباراة على ملعبه مش هعيب كم مباراة تدينه بيانات مين هيلعب مين بقى دي مش هنتدخل فيها خالص فانت تخيل بقى لو الاولي والزمالك 30 اكتوبر فجأة كده لانا الاولي 30 اكتوبر اللي جاي وانت ليه لأ طيب لعبه منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية عملوهم حاجة كده مهمة مهمة جدا ومش فرعية وبشكر القائمين على ادارة منتخب كرة القدم الشاطئية ان هما اشتغلوا على القصة دي عملولهم تدريبات على انعاش القلب انعاش القلب للوقاية من الموت المفاجئة ده كان مران المنتخب النهاردة وده كان على هامش المران قبل كأس الامم الافريقية اللي هتصطيفها مدينة الارداء ان شاء الله من 19 ل 26 اكتوبر الجالي شايف المنظر بيدربوهم برافو انا متأكد ده بيحصلش في الانداء في مصر ومتأكد كمان وبيحصلش في المنتخبات المصرية بس ده شغل محترم جدا في كرة القدم الشاطئية الكلام ده حصل تحت اشراف الهاني الشهيدي رئيس واحد الطب القلب الرياضي بمعهد القلب القومي ورئيس اللجنة الطبية للبطولة برافو برافو يعني بالمناسبة منتخبنا ضمن المجموعة الاولى اللي بتنافس في كأس الامم الافريقية مع غانا والمغرب وتنزانيا ان شاء الله كل التوفيق لقطة حلو لقطة حلوة وزكية وبرافو عشان احنا الحاجات دي بنفتقدها جد امومي حاليسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هيشرفني وينوارني كابتن محمد كمال المدير الفني السابق لمنتخب مصر للسيدات والمدير الفني الحالي لفريق البنك الاهلي خليكم معنا يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى يشرفني وينوارني في هز الفقرة المحترم الكابتن محمد ده كمال المدير الفني السابق لمنتخب مصر للسيدات والحالي لفريق البنك الاهلي يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا ربنا خليك يا أستاذ كريم ربنا خليك يا شرف ليا وسعيد جدا جدا ان انا موجود معاك وموجود في القناة اللي كلنا بنلتف حواليها الحقيقة حبيبي يا ربي خليك منور الدنيا تسلمني عايز ابدأ معاك بالحالة اللي احنا فيها دلوقتي يالله بينا كلام كتير طول الوقت على الكرة القدم النسائية في مصر الناس بتتفرج بقيت تتابع بقيت تتفرج على الدولي بتاعنا تحس انه الدنيا فيها رواك شوية فيها حركة شوية احنا عنا فترة طويلة واكيد انت عانيت كتير سنوات عديدة انه محدش حاسس بكرة القدم النسائية في مصر كانش فيها اي تطور بدأنا ناخد خطوات جاية ده فيها لامس ده؟ طبعا لامس ده وكل المتابعين اللامسين واللي كانوا بيشتغلوا في المجال يعني بس خلينا نبدأ أستاذ كريم بالذات في التحديد السنادي يعني السنادي نظر لدخول الاهل والزمالك والأندية الشعبية زي الاتحاد السكندري والمصري وان شاء الله المحلة بحصل رواج للعبة وخاصة هم القاطرة اللي هي بتشد الكورة دائما هي الاهل والزمالك صحيح شنجا مهلية الكبيرة وده يمكن رجعنا لأننا أقول كل الشكر للاتحاد الأفريقي الحقيقة اللي هو وصل الأندية أنها تجبر خلينا نقولها بمسمياتها تجبر على إنشاء فرق نسائية علشان الرخصة بمعنى إن ما فيش حد كان ليه دور في إنشاء هذه الفرق إلا الاتحاد الأفريقي بالإجبار آه تقصد إنه الكلام ده بصراحة يعني لا الأندية الجماهرية لكي تتعمل نشاط كرة القدم نسائية ولا قصة إنه الاتحاد الكرة هو اللي خلى الأندية لا نفال هو الكاف عشان ألزمهم بدا بالزبط الاتحاد مش هيقدر يجبر أي نادي يعمل فرق براعم مش هيقدر يقول له يعمل لي فرق ما مش هيقدر فالاتحاد الأفريقي هو اللي دلوقتي هو المتبني كان القصة دي من 3-4 سنين و أنا ممكن قلت الكلام ده ونبهت على الأندية الكبرى إنها لازم تبدأ تشتغل على قطاع البراعم وتعمل أكاديميات مخترمة أكاديميات مؤثرة إنها تطلع بعد كده أجيال بدأ ما نحتاج نشتري ونحتاج نجيب محترفات ونجيب 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 وده في الآخر حيصب للصالح المنتخبات فإذن لما جي إحنا دايماً بنيجي متأخر إحنا بنيجي بس متأخر لازم أجيب فقط اللحظة رمضان عارفياً سنة بس نيجي نقول لك إحنا لسه بنصور نهاردة صح فإحنا دايماً بنيجي متأخر طب عندنا 3-4 سنين نعمل أكاديميات ونبدأ نشتغل على الفايل ده للأسف ما حصلش بدأت الأندية بتجري بتلهس بتدور على لعيبة المتاح من اللعبات مش بكمل أندية اللي عايزة طبعاً فبدأنا ندور على لعبات من فلسطين على الأساس أنهم بيتعاملوا معاملة المصريات صح الأفارقة بدأنا نجيب الأندية طبعاً اسم النادي الأهلي ما ينفعش أنه هو يظهر بشكل غير مناسب لإسمه وتاريخه وقيمته نفس الشيء لنادي الزمالك فبقتل الأندية كله الأسعار بدأت تعلى طب هل إحنا كنا مستعدين لليوم ده أنا أعتقد لا ما كناش مستعدين حتى في إزاعة المباريات أنا لاحظت أنه كان كم كبير جداً جداً من الانتقادات والنواحي السلبية في الفرجة على المباريات من الجمهور لأنه أول مرة يتفرج إحنا جمهور متابع للرياضة النسائية خد بالك يعني أنا مش عايز أزلم الجمهور ويقول متنمر ومش متنمر لأنه ما بيتفرجوا على ماتشات طيرة نسائي وبتفرجوا على باسكت نسائي ما حدش تنمر على البنات دول متعودين يتفرجوا إيش معنا كرة القدم اللي تنمروا عليها لأن في أخطاء بتحصل وإحنا ما كناش جاهزين بمعنى يعني أنا كنت متخيل طالما فيه دوري يبقى الأندية لازم تدور على ملاعب مقفولة ملاعب مش ملاعب تدريبية ملاعب مقفولة النهاردة الجهاز الفني الأحد الأندية كان قاعد والمات شغال رجله على خط الأوت تفصيلة مهمة الأعداد كبيرة بتاعة الأجهزة على الخطوط الإزاعة جايبة أصوات بتاعة الأجهزة والانفعالات وفيه انفعالات بتطلع لائقة وفيه انفعالات ممكن ما تبقاش لائقة فيه تصرفات من بعض الأجهزة يمكن لا إحنا لازم نكون على قد الحدث عشان إحنا بننقل صورة للعبة عايزين نكبرها عايزين يبقى فيه رعاة ليها عايزين يبقى فيه بدل ما الأندية بتصرف يبقى فيه فلوس داخلة أقول لحرك حاجة أنا بتفهم معك جدا وأنا أحترم جدا الناس تبصوا على التفاصيل دي ما تتخطهاش وتقول لك المهم من أننا بنلعبوا خلاص لا لا ما نتخطاش التفاصيل دي بس برضو فكرة أنه أكناها البداية والبداية معها أخطاء ومعها نواقص فيلا نزق تمام يبقى احنا نحط إدينا كل شوية على الأخطاء ونعدل ونحاول نعدلها صح وحدة وحدة لغاية لما نوصل للشكل اللي احنا نتمناه باسم بلدنا يعني صحية انت حاسس انه ان شاء الله انت كنت مدير فني لمنتخب مصر كرة القدم النسائي حاسس انه احنا نقدر امتى نبدأ نخش بقى في المنافسات ونبدأ يبقى عندنا منتخب قوة حقيقة على الأقل على المستوى الأفريقي احنا كنا بدأنا فعلا مش عشان كنت أنا موجود بس هو كان البلان محطوط من فترة جابني المهندس احمد مجاهد مكان ماسك اللجنة وكان مننا بعد كده مع المجلس الحالي والراجل الحقيقة كان عايز يعمل منتخبات لكرة القدم النسائية بدأ بالمنتخب الأول منتخب 17 سنة وال20 سنة ودخلنا في تصفيات وانك انت عشان تنجح للمنتخبات وانت كنت بعيد من 2016 ما كنتش بتشارك كنا بره التصنيف تماما من 2016 بدأنا نشترك وبدأنا نقول مصر موجودة لعبة خلاص بدأت تحط ايديها في كل البلاد مش حاجة اسمها صغير وكبير دلوقتي خلاص في كرة القدم سيدات ورجال اللي اتنين ماشيين في لاين واحد المغرب عملت ايه؟ عملت قصة دي وماشية كلنا بنضرب الأمثال بالمغرب في كل المنتخبات على مستوى الرجال وعلى مستوى كرة القدم بالضبط لنا ممكن حتى قلت مرة قلت هو مين في المغرب ما راحش تكسل عالم ده كل حاجة عندهم راح تكسل عالم من أول 17 سنة بنات لغاية الفريق الأول اللي خاد رابع العالم وهكذا لأنهم خططوا وما استعجلوش النتائج واحدة واحدة احنا لسه كنا بنحاول نظهر بشكل لائق لغاية لما دخلنا في المعترك بتاع التصوات أفريقيا بدأنا نجيب العباد حتى من برى مصر اللي هم عندهم الجنسيات المزدوجة وجبنا العباد متميزات جدا منتخب العشرين سنة اللي هم دلوقتي ما شاء الله هم اللي بيلعبوا في الأندية دلوقتي متألقين ووصلنا لآخر مرحلة مع الكاميرون كنا لازم نبني بعدها مش معنى أن أنا خرجت من التصفيات وعملت نتائج من وجهة نظري إيجابية يعني أنت تتعادل مع الكاميرون هناك تتعادل مع السنغال أندية كلها مصنفة منتخبات كلها مصنفة تتعادل هل معنى كده أن أنت ما سعدتش يبقى نقفل الباب بتاع المنتخب يلا روحه ونبدأ بقى نفكر بقى مع بعض كده نعمل إيه تاني لا أنت لازم تكمل على دول بخاصة أن السن المرحلة السنية اللي كانت بتلعب في التصفيات أصغر من المسابقة نفسها يعني منتخب عشرين سنة كان موليد ألفين واربعة أنا كنت بلعب بمنتخب عشرين سنة موليد ألفين وسبعة و ألفين وستة فعندهم مساحة من الوقت اللي هما يكملوا تصفيات تاني هاي طب نبني إحنا دايما بنعرف نهد ما بنعرفش نبني للأسف الشديد يعني فرقة خرجت أو ماكملتش هد الفرقة دي ونبدأ تاني من جديد طب ما نبني على دول هيا دي اللي بعدها حراك مشيت على طول مشيت بعد الماتش الكاميرون ليه مشيت ما هو ده اللي أنا بتكلم فيه يعني ما كانش قرارة نحنا ممكن نوصل كاس علم في ثلاث شهور وفي حد يروح كاس علم في ثلاث شهور اللي هو أنت باني في ثلاث شهور في ثلاث شهور فأنت بتعمل يعني لما تلعب مع المغرب وتكسب ثلاثة واحد وفي ماتش ودي وواحد صفر عمرها ما كسبنا المغرب تلعب مع منتخب ساوتو مي وتكسبه بسكور عالي تلعب مع كونغ وتكسب واحد ستة صفر في اسكندرية وتسعد مع الكاميرون تلعب مع الكاميرون وتخسر هنا اربعة اتنين ومتنضيع لسه البنات صغرين زي ما قلت حضرتك وبعدين تتعادل معهم هناك هايل جدا جدا لغاية المرحلة دي يلا بقى نكمل على المرحلة اللي بعدية والمنتخب دي يكمل عشان ده حيب أنوال المنتخب الأول بعد كده قال لك لا خلاص كده احنا قفلنا المنتخب ونبدأ بقى نجيب بقى منتخب تاني ونبدأ نرجع الموضوع من الأول جالس فني جديد وهكذا وهكذا ونبدأ في الدايرة دي مستمرين فيها ليه ما بنعرفش نبني ليه ما بنعرفش نكلم للبنات وانت بعيد هل انت متفائل باللي جاي ولا لا هقول لحضرك الحاجة يمكن انا في تجربتي مع البنك الأهل الحقيقة انا عامل تجربة وعمل مختلفة شوية اه اولا كل الشكر المسؤولين في البنك الأهل الناس محترمة جدا جدا وناس فهمة وهدية وراجزة قوي وما تبصش للنتيجة السريعة هو مش عايز حاجة سريعة وعايز حاجة يبنيها صح للقدام يعني عاملين فريق صوير بنات صغيرين دول خلال السنتين دول حيبقوا نجوم مصر في منتخبتها هاي زي دول حيلعبوا دوري ممتاز وكلهم أعمارهم بنتكلم في موليد 2010 و2008 يعني مرحلة سنية صغيرة ومع ذلك بياخدوا الخبرات في الدوري الممتاز السنة دي هاي فأعتقد انك انت تبدأ من تحت هو ده الأساس مم فهمتك ما تاخدش حاجة سريعة ما تاخدش لعيبة دلوقتي ما احترامي ليهم طبعا لعيبة كلهم خبرات وكل حاجة ما نفقدش الخبرات انه مقصد بص على القاعدة اللي تحت مصر 110 مليون مم ونسبة الاناس أكبر من نسبة الزكور مم هل ما تقدرش العين المصرية المالية البلد من الخبرات والمدربين والأكديميات اللي فتحت واللعبة انتشرت من شار كبير جدا مم ما تقدرش تطلع منتخبين لمصر من البنات دول الأقالين فيها لعيبة هيلة السعيد فيه لعيبة هيلة ليه بصين بس على الحتة الديقة بتاعت القاهرة والجيزة والمناطق دي وعلشان كده يمكن زي ما بقول حاجة رجع تاني جزئية ان احنا لما بيشتغل وقبلت ان اشتغل في البنك قالي نظر الاحترام الناس دي والتزامهم وطبعا اللي هو أشرف نصار ده حاجة يعني ماشي بهدوء ماشي بهدوء في الرياضة بصفة عامة مش كورت قدم بس انا 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 من واحد من الناس امنت بالفكرة وعلشان كده قلنا نكمل على اللي كنت بعمله في المنتخب بعمله مع الفرقة بتاعتي دلوقتي هم 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 نسمع كتير قوي عن لعبات مصريات موجودين دلوقتي في أوروبا هل بيبقوا خارجين من هنا ولا هم اللي عندهم بس الجديد لا هم بيبقى نسبة 70-80% رايحين على الدراسة يعني هم بيكملوا تعليمهم برا ومن خلال برا بيروحوا أندية وبيختبروا في أندية وينجحوا في بعض الأندية وفي ناس بتكمل وفي ناس بتبقى تخلص الجامعة بتاعتها وبترجع يعني بتبقى مرحلة انما ما بيروحش احتراف مباشر اه يعني مش النادي الفلاني بتلقوا من نادي الفلاني اللي في مصر انا عايزه لا دي دي ما حصلتش انما يمكن لعيبة واحدة تهيلة ومبورسعيد قد لأنكم تبكلم فيه من الأقاليم مش لازم وهي ما شاء الله لعيبة مميزة وان شاء الله نتمنى لها النجاح والتوفيق هناك من الدور المصري هتلاقي فيه ناس ممكن بعد ما تزاع الماتشاط هتلاقي فيه عروض لبعض اللاعبات احنا ما كانش حد يعرف عن الدور المصري حاجة لان ما كانش فيه اهتمام اعلامي صح فدلوقتي ممكن اللاعبة تقطع الماتشاط بتاعتها وتعمل فيديوهات وتعمل هو ده رواج نقدر نشتغل عليه هل ده فرق انا فاكر مرة كان معي اكتر من بنت من فريق ودي دجلة كان لسه كسبانية الدوري اخر الموسم اللي فات تكلموني على فكرة المستحقات والفلوس والعقود مفيش الكلام ده خالص عند كرة القدم النساء ما بياخدوش فلوس تقريبا لا دلوقتي الموضوع اختلف دلوقتي اختلف جدا ده اختلف وعلشان كده انا بقول عشان المتاح مش كتير من اللاعبات فاللعيب اللي حتلاقيها كويسة دلوقتي بتطلب مبالغ يعني فيه لعيبة دلوقتي وصلت لسبعمائة الف ومليون ياه اما ليه وعقود شهرية وعقد ومسجل واغلب الاندية دلوقتي بتعمل عقود اغلب الاندية دلوقتي لقى فيه حصل رواج رهيب ونقلة في النواحي المالية كمان بقت يعني انا يعني انا مصدوم منها مصدوم ولا مددية ولا مبسوط والله يسلح زوح الدين اه هو طبعا خير للبنات طبعا طبعا اكيد يعني مصحاب وقف ضده انما موفيه اندية مش هتقدر تدفع اه فاللي هيتعرض عليها من نادي قادر ماديا الاندية دي مش هتبقى موجودة بعد كده اه فهمت فكده هيبقى القوة كلها في ناديين 3-4 اللي معهم القوة المالية اه طب بقيت الاندية طب ما هو سنال الفاتي فاندي برضو او مش سنال الفاتي بس سنال الفاتي دي كلها كنت بسمع بس عن ودي دجلة والسنال الفاتي دخل شوية توت عن خامون او مصار دلوقتي او مصار يعني اقصد موقعك كان دايما كنت قدر من بكتير اه ممكن اقول قبل كده ما كانش فيه الشكل الاحترافي اللي بنتكلم فيه قوي اه انما دلوقتي بدخول الاندية الكبيرة اللي هي عايزة تحافظ على الامج بتاعها والاسمها كبير مش هينفع انها تخش مكان ويبقى شكلها مش كويس فبدأت تجيب احسن المتاح من اللي موجود في الدور المصري وحتى اللي جايبين من برا فدلوقتي المبالغ بقت عالية جدا عشان كده بقول عالية بس للعبات ولا للمدربين كمان لا اعتقد اللي هو اضعف دلع دايما نقول هو دلع هو المدرب نقول تركوش شوية اضعف دلع طلع خسرانة برضو اه طبعا اضعف دلع في التدريب هو المدرب ويمكن فيه مدربين متميزين جدا في الاندية صغيرة واندية اقاليم ممكن ما بيكملوش مرتبات يعني يا دوبك 1000 جنيه و 1500 جنيه كم اه انا بقولك بالرقم ده فعلا لا في الشار اه طبعا 1000 و 1500 جنيه اه اه يعني اللعبة بتاخد اكتر من مدرب كتير بكتير لو اصلا 1000 و 1500 جنيه لا دا فيه مدربين وشطار ومدربين متميزين وعايز ارجع بس النقطة بتاعة الكوادر احنا وعنديناش كوادر كمان نسائية كتير يعني اتمنى يعني ممكن بردو الاتحاد الافريقgensي ان رجع تاني بقول الاتحاد الافريقgensي مشكورا منح اه رخص لو يتمل دورات تدريبية لالاتحادات مجانية يعني ال المدربة اللي عايزة تخش بتاخد A او B او C او D المفترض انها ماديا مش بتاخد العقد المادية من نادي كبير وهي عايزة تكتهد وعايزة تجبر طبعا فمعناهاش لسه المبلغ اللي بيدفع فالاتحاد الأفريقي مشكورا قال احنا حعمل رخص مجانية طب المجانية دي مجانية في الدورة كلها طب ما في ناس جاي من أقاليم دي حد بات فين اه ما هنا بقى اتحاد الكريم اللي عبدوش ما فيش بقى ما فيش بقى ما فيش القصة دي اتصرفي طب يا تروح تعود مثلا تأجر او تاخد فندق مثلا تدفع لها مبلغ دي كده و هي ما عايهاش اصلا ما انت بتقول مجانية بقى من فرمقيته زد صح علشان انت بتعمل كوادر اه انت ما بتقولش مجانية عشان المحاضرين لا انت بتقول مجانية علشان فعلا المدربة دي تستفيد بالدورة كاملة صح فأكيد فيه مدربات حجموا على انهم ما يخشوا الدورة دي اللي هم هيتفعوا السكن او الانتقالات من المحافظة المحافظة يعني هتخلص المحاضرة وتتروح المنصورة ولا المحلة ولا 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 طب والباقي ده انا برضو كنت يعني بقى عايزة الفتنظر بالنقطة مهمة جدا يا جماعة اهتموا بالمدربات لو انتوا عايزين تعملوا قاعدة اهتموا بالمدربات وتسقفهم ولما يبقى فيه دورة مجانية تبقى مجانية بجد من حيث الدراسة والاقامة دي لازم الناس تبقى فاهمها بانك الاقالي السنة دي بيلعب للمنافسة ولا بيلعب لتجهيز فريق للمواسم القضمة حلو السؤال ده اه انا مش هلتكشي فورقي لا لا مجد كده 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 كنت هكلمك عن بنك الاهلي بما انك اسم كبير في كورات القضاء من النساء في مصر كنت عايز تقلك على الحال كله وبعد كده هجي لك على بنك الاهلي طبعا احنا الدوافع عندنا ان احنا نلعب على بطولة وده لازم بشربه للبنات او ده الثقافة اللي لازم توصل للرياضي ودايما نلعب على المكسب ويلعب على ان هو يحقق ويرفع اسم المكان اللي بيلع فيه وينتمي إليه ودي مهمة جدا جدا طبعا المنافسة هتبقى شرسة جدا السنة دي لأن نظام الجدول السنة دي أو الدوري السنة دي معمول على العشر فرق الدور الأولين هيتلعب دور واحد أول عشر فرق هم هيلعبوا على البطولة والتسع البقيين أو التمانية البقيين هم هيلعبوا على الهبوط فهتبقى المنافسة شرسة جدا كله عايز يحجز مجان في العشر الأوائل أنا واسخ إن شاء الله بناتنا وبالدعم بيحصل من النادي مع المهارات بتاعت البنات مع ثقافتهم مع فكرهم مع الحماس اللي عندهم نقدر نعمل حاجة السنة دي رغم المنافسة ورغم العيبة المحترفة ورغم طبعا عايز أقول إن كمان إزاعة الموطشات ده بتعمل رهبة للعيبات خلي بالك إنهم مش متعودين على الموضوع ده بس من جانب تاني في لعبات هتفرح طبعا إحنا كلنا بنفرح على فترة أنا أقصد يعني فيه جزء الآن جدا ويقولك يا رب ما تشاف فيه جزء تاني يقولك لأ ده أنا عايز ألعب بقى حابده أكتر حابده أكتر واتشاف ودي مهمة جدا إن الإعلام هو قاطرة لأي حاجة عايز تنجعه صحيح بالمناسبة مين أفضل قوام أو تشكيلة أو عمك تشكيلة في الدوري السنة دي والله فيه أكتر من نادي على مستوى الانتذابات والعناصر يعني أكتر من نادي يمكن يمكن النادي الأهلي جايب بعناصر كتير السنة دي لأنه طبعا بدء من اللاشيء يعني مفيش فرقة أصلا وبدأوا يعملوا كيان فريق من أول حرس المرمى لغاية المهاجم طبعا إنت بتتكلم في مينموم 25 لعبة فدي طبعا رقم كبير جدا نفس الشيء نادي الزمالك بدء برضو من الصفر لغاية مع عمل 25 لعبة أو أكتر نادي زد كان السنة اللي فاتت وكان عامل الانتذابات بس يمكن نادي الأهلي جايب لعبة من أمريكا وجايب منوع واحدة من سربيا وواحدة من ناجيريا ولعبتين أو ثلاثة من فلسطين اللاعبات الفلسطينية بدأوا ينتشروا في الأندية المصرية كتير لأنهم بتعملوا معاملة المصريين يعني أنا من وجهة نظري برضو نادي مصار السنة دي من أندية اللي حتشارك في بطولة أفريقيا برضو جايب انتذابات كبيرة لا السنة دي الدوري هيبقى شيخ للناس حلو لما تتفرج على ماتش الأهلي مع البنك الأهلي الأهلي مع مثلا مصار الزمالك مع زد زما تراجنا بس أنا لها ملحوظة فضل أتمنى من يعني من اللي كمان بيزيعوا المباريات يعني ممكن واحد أو اتنين مش بدون ذكر أسامي يعني يكونوا مذكرين اللعبة يكونوا مذكرينها كويس أو يعني كرة القدم بقالها سنين طبعا هي ما ظهرتش السنة دي صحيح فاحنا مش عايزين نخفل دور ما سبق من اللاعبات والمدربين والمسؤولين اللي بنوا اللعبة ونبقى كل نختزل اللعبة السنة دي عشان الأهلي والزمالك موجودين مفهوم مفهوم لا الموضوع مش كده لا انت مضيعش مجهود ناس كبيرة جدا 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 وكبات كبار من اللاعبات اللي اجتهدوا ولعبوا في الضل ولعبوا ببلاش ولعب لا بس حركة عندك حق مية في المية انه كلنا لازم نذاكر أكثر كلنا لازم نهتم أكثر كلنا اللعبة يبقى خلاص واجب بقى خلاص ذاكر بقى اتطافق معك يعني الناس اللي بتبدأ تشتغل في المجال صح ذاكر الموضوع صح 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 عشان ما تهبطش مية في المية كابتن محمد شرفت ونورت لقاعدة معك كانت مفيدة جدا انا بشكرك شكرا جزيلا نورت الدنيا يا رب يخليك انا بالنسبة لي اختم الحلقة النهاردة من رقم عشرة بس ازبان احمد المصر عامل حوار مهم جدا مع الكابتن الكبير كابتن محمد ابراهيم نجم السراميكا الكليوباترا الحالي والسابق السابق السراميكا الكليوباترا والحالي لبنك الاهلي عفوا بعد هذا الفاصل خليكم اعزاي متابعوا مشاهدي رقم عشرة في كل مكان اهلا بكم ولقاء جديد من لقاءاتنا الخاصة وزي ما عودناكم دايما بيكون معنا نجوم كرة القدم المصرية نجوم تتقلق في دوري نايل النهاردة نجمنا واحد من مواهب كرة القدم المصرية سواء مع نادي الزمالك او منتخبات مصر سواء المنتخب الولمبي او المنتخب الاول وحاليا هو نجم نادي البنك الاهلي هو النجم والحريف محمد ابراهيم محمد برحب بيك مصر حبيب ربنا خليك انا مبسوط لنا معك النهاردة وان شاء الله تكون حلقة كويسة بإذن الله يا رب دايما يعني دايما بكون معك يبقى لا في انتقال لا فيتك جديد عقد اهو في انتقال النوادي محمد في البداية طبعا طميننا يمكن انتقالك للبنك الاهلي خطوة مهمة اكيد واحد من الاندية المستقرة ويمكن انت يمكن جربت تجربة الاندية المستقرة سواء مع المقصة او مع السراميكا تجربة البنك بقى اختيارك للبنك وليه التجربة دي هتكمل فيها مشوارك الفترة الجاي طبعا في البداية بقول لك طبعا يعني الحمد لله الخطوة كانت بالنسبة لخطوة كويسة يعني الحمد لله رب العامة عدت في سراميك اربع سنين الحمد لله سبت باسمة كويسة روحت البنك الواحد تشجع للخطوة لان انت معاك قدارة محترمة جدا سات الواشرف نصار طبعا من الشخصيات الجميلة المحترمة اللي انا عدت معاها مرتين شخصية يعني الواحد مبسوط اللي هو موجود معاه اه نادي امكانيات يعني لازم تبقى في مكان كويس اه لعيبة على اعلى مستوى اه جهاز فن طبعا يعني لو لو اتكلمت عليش هت فيها تبقى مجروحة لان كابتن طارم الناس اللي هي عندها يعني في الحتة في الفكورة عندها تاريخ كويس في التدريب وطبعا في كورة القدم طبعا فانا مبسوط اللي انا معاهم والجهاز الحمد لله انا كله اتمرنت معايا يعني اعرفهم كلهم لانهم امروني وانا صغير فالحمد لله اعرف الجهاز كلهم ان شاء الله تكون خطوة موفقة وكون اضافة كوية لهم بإذن الله يمكن انت جربت الانديا الجمهرية وممكن مش اي انديا يمكن نادي الزمالك واحد من او القطب الكبير في كورة القدم المصرية ويمكن كان لقيك تجربة المقصة كلام كتير هترجع الزمالك روحت سراميكا كان فيه كلام برضو انك هترجع الزمالك واضح ان انت خدت طريق الانديا المستقرة او الانديا المؤسسات شايف ان الاستقرار بيساعد اللعيب ان هو هيقدر يطلع اللي عنده بعيد عن ضغط الجماهير بعيد عن الازمات بعيد عن المشاكل شايف ان اللعيب بيحتاج استقرار عشان يقدر يطلع على الجوه انت كده لازم تحتاج استقرار يعني حتى لو بتلعب في نادي جماهيري في نادي شركات او الكلام ده كله انت بتحتاج استقرار في الحالتين بس هو اللي شجعني الخطوات دي مش حتة بالعكس الجماهرية في الوقت ملاوات هي اللي بتبني اسمك وهي اللي بتنجح كل حاجة انت بتعملها وبالزات لما لما يعني اللاندية الجماهرية لما بتعمل حاجة وممكن تبعها صغيرة انت عارف في مصر الحاجة دي بتكبر اوي فالاندية الجماهرية طبعا مهمة جدا لها العيب والواحد يعني لما بيبقى في جمهور بيشجعه وكده بتبقى اضافة قوية وبتخليك تبقى عندك روح اعلى وكده ولكن في الاخر في الاخر لها الكرة ما بقتش كده خلاص يا الكرة بقت خلاص انت بتروح للمكان اللي هو شريك والمكان اللي انت حاسل انت هتدي فيه اكتر وفي نفس الوقت كله بتوفير ربنا يعني حسيت بالفرق ما بين اللعب اللي ممكن في نادي جماهيري بلقطة صغيرة او بلعبة صغيرة طبعا في حين ان فيه نجوم كبيرة بتبقى في عندية تانية بعيدة عن الجماهير الامور بتبقى طبعا مش بنفس الدرجة اكيد طبعا الحمد للرب العالمين انا في المقصة واربح سنين في سراميكا خمس سنين الحمد لله عوز اقولك ان انا يعني جالي عروض كتير من عندية كتير جدا ورحت المنتخب مرة واحدة مثلا وممكن تعمل حاجات كتير جدا حاجات كويسة وفي الاخر الناس ما بتشوفها ايش في الاخر الانديات الجماهيرية طبعا في مصر بتبقى مؤثرة في الحتة دي وده مش مش حاجة صح يعني يمكن انا دايما بسأل لعبة كتير في لقاءاتنا الخاصة دي يقول لي ان انا لو في الاهل والزمالك اه وبنص مستوية ده بنسبة تسعين في المية هروح المنتخب الكلام ده صحيح شايف ان الاجهزة الفنية المنتخبات بتبص على حتة الانديات الكبيرة الانديات الجماهيرية الانديات الشعبية اكيد طبعا بتبقى دي موجودة بالنسبة طبعا ما اقدرش اقول لك مش موجودة ولكن في الاخر في الاول اي مدير فن بيبعاز اللي بينجحوا بيبعاز اللي بيكسبوا ما اقدرش اللهم عليهم ولكن الواحد ساعت بيب زعلان اللي هو لما بيتعب ما بيلاقيش لان انت في الاخر فران تلعيب مصري واي حد يتمنى اللي هو تبقى موجود في منتخب مصر فالواحد بيتعب وعاوز يعمل كل حيات الاندي بتاعه طبعا رقم واحد ورقم اتنين عشان تبقى موجود في منتخب مصر فما لما بتبقاش موجود بتبقى زعلان وكده بس في الاخر هو اختيارات ولاحد لازم يحترم كل الاختيارات وما اقدرش انا اقول عن نفسي انا كنت كويس في وقت ملاوات او احيش في وقت ملاوات انا بتكلم بودان على الارقام اللي كانت اللي كانت معايا الفاترات دي الموضوع ده بيفرق ما بين مدرب اجنابي او مدرب مصر في موضوع الاختيار ولا حتى الاجنابي بيجي بوفاجئ ان الشعبية برضو اهل زمالك فبتأثر على قراراته انا من وجهة نظر انا الشخصية ما بحسهاش بتفرق خالص وبحس الموضوع واحد يعني مش عارب بيبايز يعني ما بعرفش ايه المبررات طبعا وبعرفش يعني ما قدرش اقول لك الفكرة في الاختيارات ايه ولكن ما بحسهاش بتفرق والبداليل الا يعني حوالي 90% من الناس هم هم نفس الناس مش تقليلا من اللعيبة طبعا اللعيبة اللي موجودة كلها تستهل تبقى موجودة ولكن هي الفكرة كلها لنا بتكلم فيها لأي حد بيتمني بموجود بس لكن مش تقليلا من الناس اللي موجودة الناس اللي موجودة كلها على اعلى مستوى واحنا بنتعمهم طل الوقت ونتمنى لهم التوفيق دايما المدرب الاجنابي بيرايح دماغه لما يلاقي اخترت لعب من الاهل او مخترتش لعب من الزمالك ففيه ضغط اللي حواليه بيقولولو بيبدأ يتعامل زي المدرب المصر بيرايح دماغه يقول لك خلاص انا هاخد اللعيبة اللي اللي في ظهرها جماهير واللي فيه سوشيال ميديا واللي فيه اعلام بيتكلم عنه انا مش عارب بسرعة مقدرش اللي ومقدرش فيدك في النقطة دي ولكن هي الموضوع باقي للناس كلها يعني طبعا مش محتاج اتكلم فيه فترة كابتن اهاب في منتخب مصر شاف انها كانت فترة مهمة ليك وكنت واحد من العناصر اللي موجودة مع كابتن اهاب في منتخب مصر كان لك تجربة سابقة معه في المقصة فاكيده عارف لعبك دي كانت من الفترات الحلوة في حياتك محمد؟ هو كابتن اهاب ما قدرش اقول الفترة بتاعت المنتخب قدر حسبها له لان هو الراجل يعني ما عادش والراجل زي ما اقوله كده كانوا يعني 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 جايبين ومشيوء يعني لو كان صبر عكابتن اهاب كنت هتشوف حية تانية في الكرة المصرية في مصر يعني طبعا مدرب كبير وبيعرف يععمل اللعبة كويس وبيعرف يوقف جنب اللعيبة لا يعني الله يرحمه كان من الشخصات الجميلة جدا لو انت تتبقى مبسود انت تشغل معاه يعني انا احكي لك موقف على علاقته مع اللعيبة لو تفتكر ماتش كوريا كان مصطفى محمد احرز هدف ويعني اللي عرفنا ان هو كان عارف ان هو هيمشي هو في الطيارة هو مسافر كوريا كان واضح كده وكان رد فعلي اللعيبة كان محترم جدا اللعبة جاي مصطفى محمد واللعيبة جيريو عليه بعد العدف كان واضح ان علاقته حلوة وبقى فيتعمل فعلا ومع انه ما عادش كتير يعني هو تقريبا عاد عشر ايام ما عاد يعني مستحيل تحصل يعني دي ما حصلتش في في التاريخ يعني اللي مدري بيجي منتخب ويمشي بعدها ب 12-13 يوم ما حصلتش يعني وبس فروحت معاه مع اسكر ده بعد كده جيه في توريا منتخب رحت معاه مع اسكر ومعتش روحت تاني اتظلم كابتن اهاب كليل اللي ارحمه اه طبعا طبعا اتظلم في تجربته دي اكيد طبعا ما فيش حاجة ما تقدرش تحكم على يعني يعني ما تقدرش تحكم على ندم في اي حاجة في الدنيا في 12-13 يوم ده اللعب ما بيحكموش عليه في 12-13 يوم اللعب اه في اللعبة بتقعد 3-4 سنة ما بتحكم عليها اه 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 مستحيل تفهمني الافضل لعب الكرة في مصر وعارفين ان اغلب اللعبة في مصر يعني بيقولوا كده بلغة الكرة لعب مودي او لعب بلعب بمزاجه شايف ان المدرب الاجنبي ولا المصري افضل طبيعة اللعب المصري اه في المنتخبات يعني منتخبات او اندية لا اندية بص حسب الاندية ولكن هي الفكرة كلها في نقطة اللي احنا عندنا عناصر مدربين مصريين كواسين جدا بس انت لازم تدوم الفرصة وتصبر عليهم زي ما بتصبر على الاجنبي هي دي الفكرة ما هو انت النهاردة بتجيب الاجنبي بتعمله كل حاجة تم تجيب المصري وعمله نفس وتدله الفرصة وعمله نفس الامكانيات وفي الاخر حسبه زي ما بتسيب الاجنبي وقت سيب المصري وحسبو لان انت عندك برضو عندك مدربين كواسين جدا انت عندك مدربين كواسين جدا وفي الاخر هم حتى الفرصة لما بياخدوها ما بياخدوش فرصة كاملة فانا انا بصراحة ضد يعني ضد اللي انا قدي نص فرصة او انا تب براكة ام واحد بالنسبة لي هو المدير الفني هو اللي غلطات. لا اكيد فيه غلط عند معظم الناس يعني. يعني انت مع كابتن حسام حسن من يوم ما تولي المسئولية يمكن فيه بعض الضغوط بعض الانتقادات. في كل المؤتمرات دايما بقول لهم. يا جماعة عاملون انه ده مدرب اجنبي. شايف ان الضغوط اللي بتتحطى على المدرب المصري اول وطن وخاصة مع المنتخبات اه ممكن يكون لها تأثير سلبي حتى على المنتخب نفسه مش بس المدير الفني ده. اكيد طبعا اكيد طبعا هيبى فيه تأثير سلبي ولكن في الاخر انا كمدير فني مسك منتخب يعني منتخب بحاجة منتخب مصر. الطبيعة اتعرض لضغوطات والطبيعة اتعرض للكلان انا في الاخر انا المفروض اللي انا اركز في شغلي واعمل اللي انا شايفه صح وفي الاخر البيئة ده بتاع ربنا انا اصلا انت النهار ده انا مسلا واحد زي محمان براهيم مسلا با لعب بافضل اشتغل اسبوع مسلا كامل عشان انا لعب مطش في الاخر المطش ده انا بعمل عليا والنتيجة بتاع ربنا لما باش عارف النتيجة لكن انا لازم اعمل اللي انا شايفه صح بس لكن هو الدغوطات كده كده موجودة الدغوطات كده كده موجودة في حد الدغوطات موجودة في الحياة العادية عادية في البيت في الشارع في كل حتة الدغوطات موجودة فالطبيع اللي انا هركز في شغلي واعمل الصح وخلاص مابصش بقى للاعلام بيقول عليا ايه والناس بتقول عليا ايه هو ده شغل الاعلام هو ده شغله هو ده يعني ده طبيعي كل واحد اللي شغله كل واحد بيشتغل شغله حسب فكره حسب دماغه يعني انت مع الاعلام انه هو ينتقد طالما انت قد ايجابي بص انا الفكرة في نقطة فيه فرق اما بين انتقد حاجة وفي فرق باللنا انا بحارب او بهاجي لا انا بانطقد حاجة عشان اعاوزي الحياة تتبقى كويسة لكن انا بحارب عشان اعاوز اهدي حاجة ده ما اسموش نقد ده اسمه هدم اللي انا عاوز اهدم الحاجة دي ففي فرق بين دي وفي الاخر انا يعني انا كمحمد كشخصيتي يعني او تعلمت دي مؤخرا يعني خلاص انا بسد ودني وبعمل الصح انا كمحمد يعني بقيت كده بسد ودني وبعمل الصح وحتى لو حصل حاجة فمواطش حصل حاجة وحد اتكلم وحد عمل حاجة اللعب لازم يبقى عنده لا مبالاة يمكن لو نفتكر محمد صلاح النجم ليفاربول كان ظهر مرة بكتاب فن اللامبالاة والناس صارت قالت لا ده اه بيهرب ده مش عارف ايه ده ده اللعب لازم يفصل حياته طول ما هو في النادي عن اي مؤسرات خارجية ولا ممكن يسمع ويتعلم ويشوف الانتقاد اللي بيتوجه له لا انا هتعلم شيء واللي انا اه اه عندي يعني يعني اللامبالاة دي حاجة كبيرة جدا ومعنى اللي انا وصلت للمرحلة دي يبانى عمر ما هنجح ومحدش فينا هيقدر يقول لي صراح نجح صراح نجح فعلي بس انت بتتكلم واحد بلعب في اكبر عندية العالم اه بقى له كامس انا ما شاء الله بينافس على يعني سنين بينافس على الهداف وسنين بينافس على الهداف بيترشح لجهزة تحسن اللعب في العالم فانت بناء علي ايه قدر اقول لي هو عند اللي اما بلاه هو نجح بالنجاح ده لا هي الفكرة كلها في نقطة اللي انا عايز اعمل الصح عايز اشتغل صح فانا لو ركزت مصر بيقول ايه وفلان بيقول ايه وفلان بيقول ايه بب انا خلاص ابطل الشغلانة بتاعتي واقعد بقى ارد على الناس دي حاجة تيجي قدام مصر بقول عليها حاجة فاسمعها تمام تعجبني ابدأ اتعلم منها لكن انا ابدأ اسمع لي ده اسمع لي ده اسمع وفي الاخر انا فيهم دير فني هو اللي بيشتغل معايا هو ده اللي بيقول لي انت عندك اخطاء النهاردة كذا كذا والاهم من ده كله انا عارف قيمة نفسي ايه انا عاوز اوصل لي انا بعمل ايه بس كابتن حسام هينجح مع منتخبنا ولا شايف الدنيا بظلت الوقتات دي انا تمنا له اللي هو ينجح ان شاء الله لكن النجاح من عندنا ده في علم الغيب في علم ربنا سبحانه وتعالى لكن انت حب تقول له ركز مع المنتخب وما تبصص اللي حالي لا انا ما اتمنى له التوفيه بقول له ربنا وفقك وان شاء الله تعمل يعني احسن حاجة لان انت في الاخر في الاول تمسك منتخب مصر بيمسلنا كلنا واحنا عاوزين نجاح لمنتخب مصر مش عايزنا اكتر من كده محام انت طول عمرك في منتخبات مصر لحد المنتخب الالومبي وكنت دايما واحد من النجوم ومش مجرد لعب بيشارك لكن ملكش حظ ليه مع منتخب مصر الاول ممكن باستثناء فترة كابتن اهاب الله يرحمه وفترة برادلي اكتر فترة بعدت فاكن فترة برادلي فترة فترة برادلي وبعد كده بعدت شوية يعني ليه؟ والله يا بص مصري ما قدرش اقولك لا اسباب معينة وما قدرش اقولك يعني ما قدرش اقولك ايه السبب بالزبط ولكن في الاخر في الاول هو توفيه ربنا يعني ممكن ما يكونش يعني اكيد ربنا كتاب للخير وعمل للاحسن يعني لو في الزمالك كنت هتفضل في الزمالك لحد الوقت كنت هتمنتوجد بصفة فترة في انتخب مصر الله واعلم برضو تا في علم الغيب برضو مش اقولك يعني لأ على مستوك انت واعب من النجوم واعب من اللعبك كميرا فرق ان انت في الزمالك او في الاهل او في فرقة تانية في بداية كلامي بتفرق مش اقولك ما بتفرقش بتفرق ولكن في بداية كلامي انا قلت لك انا ما قدرش اقايم نفسي في الاخر انا يعني انا كل واحد بشوف نفسه احسن واحد في الدنيا انا في الاخر بشتغل وبعمل علي والاي حياة تانية بتاعت ربنا بس بمستوك وبادعك عندك الطموح ان انت عايز تروح منتخب مصر اكيد طبعا اكيد طبعا طول ما انا بلعب بحب عندي طموح لنروح منتخب مصر شايف البنك ممكن يبقى بوابة ان انت تكون موجود الفترة الجاة وخاصة ان البنك يعني من الفرق اللي عندها سكواد كويس عندهم جهاز فني ما شاء الله على اعلى مستوى شايف ان دي فرصة لمحمد ابراهيم ان انت هتقدر ترجع تاني المنتخب من خلال البنك الاهلي اتمنى طبعا في البداية اللي انا اكون اضافة ليهم وتمنى ان ان شاء الله اكون عند حسن ظن النسفية اللي هو اشرف وكابتن طموحي للإدارة. والواحد الباقي ده بتاع ربنا لو ربنا كاتب لي خير لانا اكون موجود في منتخب اتمنى طبعا ان شاء الله. تقول لك حاجة بصراحة? اه. وشك مناور كده وخاسس. خد بالك صح. كل الناس بتقول لي كده. وخاسس وفرمة. كل الناس بتقول لي كده. ما شاء الله واضح ان انت عندك تارجت او هدف محمد. عندي تارجت لان انا يعني بالنسبة لي اه الحمد لله طول وقت بيبقى عندي تارجت طول وقت عندي اللي انا بشتغل وبتعب وبعمل علي الحمد لله يعني يعني كل الناس اللي عاربة مني عارفة الكلام ده كويس. ولكن لما عدت مع الناس في الناد البنك الاهلي وحسيت بالل يعني حسيت بيهم وحسيت باللي هم عاوزين يعملوه. آآ حسيت اللي انا لازم اتعب زيادة عشان نوصل لحتة كويسة. ان شاء الله يعني مع زمائلة طبعا. بيفرق محمد انك تلعب مع فرقة تحس ان ما عندهاش طموح ان هي تغط بطولة او اللعبة هادية وانك تلعب مع فرقة عندهم نفسهم يحققوا. المواكف دي بتأثر على اللعيب اللي عايز يحقق حلم او ياخد بطولة. لأ بص هو اللي بيبقى عنده هدف واللي بيسعى الحاجة لو جي ايه لو قطر عدة من جنبه هو مركز في هدفه. في يعني اتمنى ان شاء الله اللي الطموح ده يكون موجودة عند الناس كلها اللي احنا نبقى في حتة كويسة ان احنا فعلا بالامكانات اللي موجودة من الادارة واللعيبة وكنادي والجهاز الفني وكل الناس اللي موجودة في النادي اداري وطبي حتى الناس المسكين نقط اللبس كل الناس دولة يستهلهم يبقى في مكان كويس. فان شاء الله ربنا اكرمنا نبقى في مكان كويس السنة. لاني مسك الخزب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يعني مشيت من سراميكا وخدت احمد ياسر رام في ايدك زي ما بيقولوا احمد من المهاجمين اللي ممكن يريحوك انت كلاعب صنع علعاب او او كلاعب مهاجم خطير بممكن يكون عنده حلول. اه طبعا احمد فروت كويس. لعيب كويس جدا. لعبت مع افسر اميكا سنتين او تقريبا. من الناس الفراهودة اللي هي يعني تخلص في في لحظة كده. اه فان شاء الله يكون برضو اضافة معي كويس للنادي. وطبعا يعني الناس اللي موجودة هناك عندهم لعبة كويسة جدا. يعني عندك اسامة فيصل. عندك ياو انور. عندك اه بسيوني. عندك عبدالغاني. عندك عيمن اشرف. عندك يعني مش عاوز انسى حد محمد فتحي. اه سعيد. يعني كل الناس اللي موجودة ياعكوب وعندك هلال. يعني هلال ده من اللاعبة مع عامد شان ودي من اللاعبة اللي. ما شاء الله. ما شاء الله ربنا يحفظه يا رب. يعني يعني إ Kerim. يعني لو فضلت تكلم عليه يعني ما مخدش ميصدق. فعندك ام. اه فعندك امكانيات. عندك امكانيات اللي انت فعلا ما بين عبدك ميكس كويس جدا. ما بين اللاعب pearl اللاعبت في عندها كبيرة. وما بين اللاعبت الصغيرة اللي عندها اللي عندها هدف. يعني انت عندك واللعيبة الكبيرة كده كده ببعندها طموح اللي هي تحافظ على اسمها وتعمل احسن حاجة. فانت عندك ميكس كويس جدا اللي انت يخليك ترى حتى كويس. استقبلوك كويس اللعيبة وخاصة انت واحد من اللعيبة الكبيرة يعني اكيد وجودك في البنك استقبال كان. اه لا لا اهما انا بقول لك انا الحمد لله انا بقول لك اللي ما خدت شوائط اللي انا خش في وسطيهم. حسيت اللي انا اللي انا كنت بقى لها معهم من زمان. اه هما كلهم ناس شخصيات محترمة جدا شخصيات جميلة. فان شاء الله ربنا يا كرمنا يا رب. تجربة سيراميكا. ممكن كان فيها اوقات حلوة واوقات اه يعني كان فيها بعض الكباوات زي ما بيقولوا. لكن تجربة سيراميكا بالنسبة لك شايفها ازاي او تقييمك لها في صفحة عاملة? الشايفها نجحة بنسبة مئة في المئة. يعني انت النهاردة في النهاية سيراميكا اربع سنين في الدور يوجد بطلتين. اه تقريبا هي السنة واحدة اللي كنت مهدد في الهبوطه برضو فانشت مسلا في المركز العاشر. اه. فانا شايفها تجربة نكحة. اه. يعني الحمد لله. مشاركتهم في السوبر الاول وممكن عايشارك في السوبر الاول وعايشارك في السوبر التاني كمان الفترة اللي جاية. كنتش اتمنى تبقى موجود في السوبر التاني ده? اه وخاصة ان انت كنت قريبين السوبر الاول. يعني قديته ممكن. بس هي هي حتة تتمنى كل واحد بيتمنى حاجات كتير. ولكن في الاخر في الاول انت ربنا بيكتب لك الخير. وانا بقول لك انا بقول لك خطوة البانك مع انها جات بسرعة. لكن انا حسيت اللي انا الخطوة موفقة. يعني حسيت اللي انا يعني لما روحت وروحنا معسكرة في اسكندرية. حسيت اللي انا فعلا اللي انا ما اللي اخدت معهم من زمان. ففانا مبسوط بصراحة. بسوط باينا على وشي. باينا على وشي. محمد الصور اللي فات. يمكن اه اه كان فيه كده بعد المنوشات في مبارات الاهلي والسيراميكا وكنت قريبين ان انتو توصلوا فينال يمكن في سواني الامر اتغيرت. اه ايه اللي حصل ما بينك وبين الحاكم يمكن. كنا من المرات الويلة ان احنا نشوفك بتنرفز. يعني دايما انا اقضي بارلك. لا لا اه 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 اه. جماه محمد ما بتنرفز كده وين اللي حصل. بس هي هي حاجة ديما مش عاش اتكلم فيها خلاص يا حاجات. انا بقى اتكلم على فكرة نرفز. ولا لا والله الفكرة قل يانا انا كنت مش متنرفز على زماين ناحنا. انت خلاص ده هي dwelling saying مش متنرفز على الزماين اللي انا انا بقعتبهم او كده بس انا يعني مدى اللي احنا كنا ممكن عملها حيحسنا من كده. ده واستروح تلع دربات جازا وممكن تكسب وانت بتلاقى ابندي كبير. فهي اه ده اللي عطعصبت على زماين فمعرفش بقى الفكرة اللي انا كان ظهر الحكم. ومعرفش بقى الحاكم كان فاقرنا اللي انا بتعصب عليه. لكن انت مكنتش الكلام مكنش موجه لحكم المباراة زمن الناس تافي لا تجد صحة لا انا ضهر يعني احنا ضهرين البعد اصلا يعني هو بيبص كده ولا هو بص كده لكن اتظلمت فيها في واقعة الطرد لا انا اتظلمت فيها طبعا انا اتظلمت فيها وهم عارفين اللي انا اتظلمت فيها ايه اللي اللي كان ناقص راميكا عشان يحققوا مثلا بطولة كبيرة زي الدورة يمكن خدوا الربطة ولعبوا ووصصوا بر اللي مختلف ان فرقة تاخد كاس رابطة مثلا او كاس مصر وتاخد الدوري ليه الاختلاف الدوري انت لازم يعني يعني لازم عندك سكوات يعني بغض النظر لازم عندك سكوات قوي جدا يعني كل ناس تبزها بعضها رقم اتنين انت الدوري نفس طويل جدا بتلعب يعني لازم تكسب مطشات معينة ولأ يعني حاجات تانية خالص ولكن اللي انت تكسب الدوري هو مش بعيد يعني يعني الطبيعي الطبيعي اللي انا نهاردة كلاعيه بلعب فرقة الطبيعي لازم يلعب على دي لازم اتبع عندي الطموح ده حتى لو انا النادي يعني حتى لو النادي بتاعي مش مديني الامكانيات دي لازم يلعب على دي فابقالك بقالة ميب بنادي عند الامكانيات دي ومدهالك فانت لازم تلعب عليها حتى المجرد حتى انت لو نفست او انت حاولت اللي انا النهاردة انا عاوز اياخد الدوري هتلاقي نفسك في المربع مش هقول لك الموضوع مش مستحيل لانت في الاخر بتلعب مطش بتلعب كرة قدم بتلعب انت بتلعب فرق 11 و11 وبتلعب مطش اه الجماهير طبعا بتفرق والجماهير طبعا بتدي دفع للفريد اللي عندها جمهارية ولكن في بعض الاوات اه الموضوع ممكن ييجا بالعكس يعني على كلامك ده الدور هيفضل اهلي وزمالك على طول ولا اه ممكن نشوف بيراميز اللي كان قريب وخاتكس مصري ممكن نشوف السيراميكا ممكن نشوف البنك الاهلي ممكن نشوف المصري ولا الامور برضو رايح اهلي والزمالك يمكن بسبب بعض الفروق اللي بتفرق ان الفرقة والدورة او فرقة ما توصلش تكمل في المسابقة والله مصري كل شيء وارد كل شيء وارد في الكورة بس انت لما تحط النظام صارم والدينة تمشي كويس اكيد اه يعني اكيد انا حاسس اللي ممكن تلاقي الدينة تختلف شوية مفيش فروق كبيرة ما بيجي اللعبة في مصر؟ لا مقدرش اقول ما فيش فروق كبيرة يعني مقدرش اتكلم بالاسلوب ده لان الكلمة كبيرة جدا طبعا في فروق اه ولكن في الاخر وفي الاول هو الفرق انت بتحسبه ازاي بالمدة الزمنية يعني انت مثلا اللعيب ما لعبش مطشين فانت بتقول اللعيب ده تطلع بالسماء لازم اللعيب يحافظ على مستوى فترة فترة من الزمن يعني سنة سنتين تلاتة تقدر تقول اللعيب ده فارق لكن ما اقدرش اقول لك النهاردة محمد ابراهيم لعب مطش كويس بمحمد ابراهيم فارق عن باية اللعيب بس من اللعب اللي شاف ان هما فارقين في مستوى اه انه طلع محمد ابراهيم منه لان انت انا شخصيا ولله مش مجاملة بصنفك ان انت واحد من النجوم الكبيرة في كورتول كذبة المصريين وانت عارف انه رأي يبعد عن البرنامج لو شنى محمد ابراهيم من اللعب الاتاني اللي شاف ان هما دول اللي بيفرقوا دول اللي بصنعوا الفرق مبين فرقة وفرقة أو لعبة أو لعبة مش هنقول أحسن لعب لو اخترنا كم لعب كده شاف أنهما مختلفين هنقول مصلاً زيزو في الزمالك عبد الله السعيد همتكلم على الوقت الحالي زيزو عبد الله السعيد هتكلم على ممع شود برضو سامو أبو علي من الناس اللي بتعجبني جداً مهلد ناشين طبعاً صديق وجولة كندوسي نحط معهم محمد براين لا ده ما دارش أقولك أنا حطة لو حط ميدو جابر ميدو جابرك عام المسم هايل مع المصر السنة دي الفروق دي بيفرق معها ثقافة اللعيب أو زي ما كابتن محمد صلاح قال المينتاليتي يعني شايف أن العقلية بتفرق أنها تخلي لعب نجم أو لعيب يبقى عنده المقومات أنه يبقى نجم ويروح في طريق تاني طبعاً طبعاً أنت العقلية بتفرق لأن أنت النهاردة فيه عقلية بتدي مبررات لنفسها اللي هو كل المشاكل عند الغير ومش عنده وفيه عقلية بتانية بتقول لك لا المشاكل كلها عندي عشان يقدر يطور من نفسها فطبعاً العقلية بتفرق طبعاً العقلية دي اللي خلت فرق كبير ما بين اللعب يحترف زي محمد صلاح زي مصطفى محمد ولعبة تانية يمكن جات لها الفرص وما حفظتش على الفرص دي ممكن ده أكيد طبعاً يعني أكيد بنسبة كبيرة لو أنت مسؤول عنه كنت هتقول لك أندوسي يطلع يتكلم عن الأهل بالشكل ده في تصريحاته يعني ما أدرش أتكلم في الموضوع لأنه أنا مش مكانه هو قادر واحد باللي قاله فأنا ما أدرش أتكلم في حاجة أنا ما أعرفهاش بس هل صحيح يعني هل يعني حلو أن اللعب يطلع يتكلم على نادي أنا بنتمي ليه بالشكل ده شايف أني ده نوع من أنواع برضو الثقافة أو عقلية اللعبة أنا ما أدرش أشوف المواقف أو إيه اللي تعالى بظبتش أتكلم فيه يعني أنا موضوع بره عني خالص ما أدرش أتناقش فيه ولا من قريب ألا من بعيد السوشال ميديا بتأثر على الرياضة في مصر أو كرة القدم بصفة خاصة؟ بص بتأثر على الناس اللي بتسمع هي السوشال ميديا طبعا بيتواقع في الزمن اللي إحنا فيه دلوقتي اللي هي بيت حاجة مهمة ولكن في الآخر وفي الأول ما أدرش أقول السوشال ميديا كلها وحش أولا أدر أقول السوشال ميديا كلها كويس فيه جزء كويس وفيه جزء وحش فيه ناس بتستخدمها بسلوب مش كويس وفيه ناس بتستخدمها بسلوب كويس فيه مدربين أو أندية بتخاف من السوشال ميديا أو من هجوم السوشال ميديا وممكن يفضوا قرارات على غير الصحيح انطلاقا من مبدأ خوفوا من السوشال ميديا لا مش عارف والله يعني ممكن يكون موجود لك ده أنا مش عارف إيه دور السوشال ميديا في حياتك؟ السوشال ميديا تدورها في حيات إيه؟ في حياتي أناك يا محمد يعني؟ محمد إبراهيم والله مش عارف أنا بشوفك في السوري أدوبك بتنزل صورة أو تحديقة؟ لا وكل فين يعني كل فين بنزلها بس ممكن تفتح كده السوشيال تلاقي انتقاد لمحمد تتدايق ولا؟ ولا الدول إن أنا ما بتأثرش ما بتأثر أصل في الآخر وبص هولك أنا حيصل على النبي النهاردة مصر قال وجهة نظره فيا هو وجهة نظر مصر كده وجهة نظره أنا مش هقدر أغيرها تمام؟ لكن هل مثلاً المئة مليون أو المئة وعشرين مليون شايفين محمد إبراهيم كده؟ لا أنت مش هتقدر ترد النس كلها ولا هتقدر تخالي النس بس ممكن يبقى الصوت أحمد المصر على السوشيال ميديا مسموع فممكن يبقى تأثيره أكتر من المليون وأكتر من اثنين مليون في الآخر رأي هو والمليون اللي بيشوفوه لكن أنا في الآخر يعني 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 لو أنا شفت وجهة نظر واحد بيمدح فيها جامد فأنا مشيت وراه يبقى أنا بضيع نفسي ولو شفت واحد بينتغدني جامد ومشيت وراي يبقى أنا بضيع نفسي أنا في الآخر لازم أبقى عارف أنا إيه أو أنا كدراتي إيه أو أنا بعمل إيه أو أنا النهاردة ممكن أبقى عمل مطش بالنسبة للنادي وبالنسبة للعيبة والجهاز الفن والناس كلها عامل مطش عالمي وكل الناس شايفيني وحش بس بالنسبة للنادي أنا نجحت في حاجة وطالبها مني يبقى أنا بعمل في الآخر اللي في مصلحة النادي مش بعمل المصلحة الشخصية اللي أنا النهاردة كل تفكير اللي أنا أجيب جهون وخلاصة ببلبطة للأبطال لا لا أنا عايز النهاردة كسب فريط أهم من اللي أنا أجيب جهون عايز بقى في ظهر فريط أهم بقى في حتة كويسة أهم من اللي أنا النهاردة آآ اتنين ثلاثة يطلقوا واتكلموا عليا ده أهم بالنسبة لي فأنت في الآخر بطول وجهة نظرك لكن أنا بالنسبة لي تفكيري لا موضوع مختلف ها أنا اللي جواي واللي أنا شايفه صح أنا النهاردة هطلق من مطش ممكن صحابي كلهم يكلموني ده بيحصل مع ناس كدير انت كنت النهاردة عالمي وانت شايف نفسك مش كويش لأنها لو شفت نفسي أعلى من كده يبني بضايا نفسي وده حصل معي زمان للأسف ده حصل معي زمان والحمد لله لو هتعلم منه يعني الزمالك استحق السوبر الأفريكي؟ ولا شايف المباراة كانت رايحة جاية؟ الزمالك كان أفضل طبعا الزمالك كان أفضل وبالذات الشور التاني ويستحق البطولة يعني السوبر الجاي السوبر المصري مباراة زي السوبر الأفريكي منكن يكون لها تأثير على الأهلي أو الزمالك في البطولة دي؟ هتفرم معي يعني فرحة إن بيرامد زخاط كاس مواصر إن فرقة بين أهلي يعني قالوا الزمالك هم بصراحة يستهلوا بطولة من زمان لأن هم فعلاً من ساعة ما تطولوا وعملين حالة كويسة جداً في الدوري وطول الوقت بيوصولوا إلى حتة كويسة ما يوضوش بطولة فهم كانوا يستهلوا لهم يوضو البطولة دي فوزهم بالسوبر هيكون تأكيد إن هم يستحقوا الكاس ولا دايماً مباريات الكاس دايماً مباريات الكاس مباريات الكاس ما متحددتش إن كانوا بفرقة دي مكملة الحتة كويسة ولا مش مكملة الحتة كويسة لا مش مكياس الدور السنة الجاية شايفوا إزاي في ظل التدعمات والمنافسة وبنشوف يعني أنا بنسمع اللعابة بتاخد ملايين ولعابة بتاجي من دورات أوروبية تلعب في الأهلي والزمالك في سيراميكا وفي البنك شايف الدور السنة الجاية؟ لا الدور السنة الجاية ببقى دوري صعب جداً طبعاً بالذات اللي إنت إنت المطش اللي هيعدي مفيش دور تاني فالمطش الدور السنة الجاية ببقى صعب جداً الفرقة اللي مش هتبدأ كويسة ومش هتبقى مركزة من أول ثانية هيبقى عندها مشكلة والفرقة اللي هتركز وهتلم ابنات كتيرة في الدور الأول اللي هتروح الحتة كويسة شايف مين ممكن يبقى في المنافسة أو ممكن يعمل الشكل بالدور بص انت متقدرش طول ما الأسبوع الأول ما تلعبش ما تقدرش تقول مين هيبقى كويس ومين هيبقى وحش بس أنا هتوقع اللي هو هيبقى هيبقى من أحسن الدوريات اللي حصلت في آخر مثلاً فترة كبيرة في مصر شايف ان البنك قادر السنة دي بقى ان هو يخش ويبقى من المربع وينافس بشكل اللي انت شايفه مع البنك في الشهر ده؟ كل حاجة موجودة تتؤدل كده كل حاجة من ناحية الجهاز ومن ناحية الناس اللي بتشتغل والإدارة واللعابة لمجموعة اللعابة اللي موجودة يعني انا عايز اقول لك احنا لسا جاي من ماسك اسكندريا متعرفش مين هيلعب ان شاء الله فرقة محترمة جداً كل مركز فيه واحد واثنين وثلاثة وفرقة متكاملة ولكن التوفيق من عدم وده حاجة بتاعة ربنا وفي نفس الوقت لازم تتعب اكتر عشان توصل لحتة كويسة تمنى ان شاء الله اللي احنا الحمد لله اللعابة الموجودة عندها العقلية دي ان شاء الله ربنا يكرمنا وان بنساعد بعض اللي احنا نوصل لحتة كويسة ما قلقتش من نتايجهم الفترة الاخيرة او السنتين الاخرى ان انت تنتقل للبنكة الناس كلها لما رحت صراميكة وكنت اول لعيب مصر كلها قالوا لي ازاي ومش عارف هي وفي رأي استساعدة والحمد لله رحتوا كالتجربة اربع سنك محمد اوه توقعتك ايه بقى الاهل الزمالك بيرامدز المصري من خلال متابعتك لهم في البطلات الافريقية واكيد طبعا كلنا بنتمنى ان الاهل الزمالك المصري بيرامدز انه ما يكونوا ابطال سواء الدولة الابطالة والكونفدرالية تمنى ان شاء الله اللي احنا ان نوصل لحتة كويسة اللي عندها كلها تسهل هتبقى في مكان كويس البطلتين مش هبقوا بطلتين سهلين لكن الاربع عندها عندهم وكوامات اللي هم يوصلوا الاحسن حتة والابعد حتة تمنى لهم التوفيق كلهم ان شاء الله ويبقى الصبر الافريقيا السنة الجاة برضو فرقتين مصريين بإذن الله بتتمنى انك تشارك في البطلات ده محمد سواء من وجودك مع سراميكا البانك شاف ان البطلات دي بتضيف لللاعب اكيد طب اي بطولة بتضيف للاعب بص لو بتلعب دهار رمضانية اي بطولة بتضيف للاعب فما تقدرش تقلل من اي بطولة اي بطولة انت بتاخدها في الاخر لما بتجي تبعد يعني عمرا بتقول للاعب وتيجي تبطى الكورة كل البطلات بتاخدها بتحسب لك ما حدش بقى بيقولك هستند اخدت بطولة كذا بتحسب لك كل البطلات فانت طبعا الواحد بتمنى لو يشارك في اكبر عدد بطلات وهتمنى برضو اللي انحقق اكبر عدد بطلات وفي الاخر كله بتاع تربينا بتتمنى كده فوقت من الاوقات ان انت ترجع الزمالك وخاصة انك واحد من ابنانين الزمالك ودايما بتتكلم ان انت الزمالك في قلبك والزمالك النادي اللي تربيت فيه اكيد طبعا بيتي واكيد طبعا نفسي اختم فيه ولكن انت لازم يعني لازم في البنك الاول امشي امشي معهم كويس جدا واعمل احسن حاجة لان انت لو بتفكر اللي رجوع الزمالك لازم ترجع اللي انت نادي كبير فلازم ترجع بأهداء كويس جدا فلازم اعمل احسن حاجة مع البنك الاهلي ولازم احطهم في حتة كويسة طبعا مع زمالي ومع الناس اللي موجودة وفي الاخر كلها بتاع تربينا يعني انت بتتمنى حاجة بس ممكن تصر حاجة العكس لكن الزمالك حلم من احلامك محمد اكيد طبعا واندرش اقول غير كده ولكن في اللي انا فيه دلوقتي انا دلوقتي انا دلوقتي انا في البنك الاهلي عندي سنتين لازم اعمل فيهم احسن حاجة وبعد السنتين بقى اللي ربنا عايزة هيكون نادي شايفه مميز في الدوري الموسم اللي فات وشايف انه ممكن يكمل شكله في الموسم اللي جاي نادي لفت نظرك بعيدا عن اهل والزمالك بعيدا عن زمالك واهل او برمز يعني اه السيراميكا السالف هاتت كان كانوا كويسين جدا كنا عاملين موسم كويس اه المصري ام البنك برضو في البعض الموسم اللي فات فنش اه فنش حلو طبعا لما بتجي تتكلم هم جايبين من اكتر فرقة جايب اجوان في الدوري اه تالت اكوا خط هجوم تقريبا فلا في اه فرقة كويسة شايفوا ان هو الاحسن لعب بتحبه شايفوا ان هو لعب مختلف عن اللعيبة مش لازم يبقى اه لو بلعب مركزك اه محمد يمكن دي اه حاجة حلوة انك بتختار اللعب في مركزك ايه المشكلة لعب مركزة ايه حاجة حلوة انا بقولك دي حاجة حلوة ايه مشكلة لعب في مركزة وشايفك واز تعلم منه مهم لعب تتوقع تقلقه في الموسم اللي جاي ان شاء الله ده ما ادرشا في ايدك لان دي حاجة في علم الغيب يعني من اللعبة الصغيرة اللعبة منتخب العمبي ما انا بقولك دي حاجة دي حاجة راجعة للرط اللعيب ممكن انت بشايف حاجة وفي الاخر يحصل حياة تانية غير مدرب اثر في حياتك بالايجاب بالايجاب هاب جلال كابتين هاب جلال الله يرحمه ومدرب شايف ان هو زلمك او مدكش حقك لا ما اقدرش اقول كده دي كبيرة ما اقدرش اقول كده حياتك بعيد عن الكورة بتقضيها ازاي بقى في البيت اتفرج على التلفزيون اتنا مبادري واتفرج على التلفزيون انا مبادري اصحى معالد الصبح المدرسة كده يعني الحياة العادية نفسك ابنك بلعيب كورة زيك ولا شايف ان المجالة يبقى صعبة عليه والله هو ونصيب يعني بص انا ما يعني اتمنى له احسن مني اتمنى له احسن حياة في الدنيا ولكن في الاخر في الاول دي حاجة بتاعة ربنا انا دائما بتكلم مع له لازم يتعب ولازم يعمل كل حاجة لان الحياة صعبة والحياة كل مادة ما بتبقى صعبة هو والله بيحب الكورة وان شاء الله ربنا يعمل له احسن حاجة بيلعب في نفس مركزك ولا لا هو اشوال للأسف ده مش الاسف ده الشول دائما حريفة لا هو اشوال وبيلعب يعني جناح شمال وساعات يمين اه ماشي يعني حابب ان ياسين يكمل في مصر ويواصل تقلقه ولا انت حابب انه يبقى ليه تجارب برا ويحترف برا مصر بص انا زي ما عشت حياتي هو لازم يعيش حياته هو لازم هو يختار نفسه انا مقدرش اكرر اوفرد علي اي حاجة يعني هو في الاخر في الاول ليه شخصيته ويبقى ليه شخصيته وانا اتمنى له يبقى شخصيته قوية هو هيكرر هيكرر قراته بنفسه والحمد لله انا عندي ياسين من صغر شخصيته قوية فهو ان شاء الله يكرر اللي هو شايفه صح بالنسبة لحياته يعني ان هو في الاخر هو اللي يعيش مش عاوز يجي في يوم الايام يقول لي يا وبا انت اخترتلي كزا وعملتلي كزا لا انا عاوز عادي عن حتة دي عشان لما يجي يختار وبعد ما يختار ويغلط وله هو عاوز نصيحة اب بنصحه بس بتنصحه في الكرة محمد بتكلمه وتقول له ده صح وده غلط ساعات بتكلم معه ساعات بتكلم معه ساعات بتكلم معه بعصبية لما باحس اللي هو متدلع او كده بتكلم معه بعصبية ولكن في الاخر هو هو بيحب الكرة وان شاء الله يكون كويس بإذن الله لو انت قلت له جملة في الكرة اعمل كده وجاء لك المدرب قال لي اعمل غير كده بياخد رأيك اللي بيمشوا على رأي المدرب بتاعه لا انا بص انا هقول لك الحقيقة انا ساعات بقول له حاجات بس طبعا عمر ما هقول له حاجات ضد اللي المدرب بقوله له لان ده غلط هو في الاخر في الاول هو المدير الفن بتاعه هو لازم ينفس كلامه حتى لو كلامه يعني انا ماينفعش عرضه او ماينفعش اديله في السن ده ماينفعش اديله ياخد مني حاجة ومدير فن حاجة هوا هيتشتت فهو لازم هو اقوم دير فنه بس انا اكلمه عادي انا في حاجات عادية اللي انت ما تخ، خشش جهامد مش هتتعوّر كده كلام ليه العادي يعني اممm لو حبيت تتمنى حاجة في حياتك الفترة الجاية وصواء في الكورة او برا الكورة، تتمنى ايه بر؛ يعني جوة كورة او برا كورة steht او في حياتك الخاصة حاجة تخص الكورة او حاجة تخص سلطك حايتك انا اتمنى ان انا يعني السلطة نفضل كويسين وiferبين يبدعين علينا كل حياة ولا حشاة يعني انا اتمنى يا سينو عايش ايبو احسن مني لو في حد في خيالك كده عايش اواجه له رسالة رسالة حلوة تقول له يومين اه لام وابويا لام ربنا خلكوا لقيا من الناس الام التانية كمان طبعا حماتك لا اه حماتي طبعا اه اه امي اللي ربتني ومفاتحية اه فأقول لهم طبعا ربنا خلكوا لقيا وحماية برضو بأقول لهم ربنا خلكوا لقيا الناس دي تعبت معي جدا في وقت من الوقات كتا الديني معي صعبة وقفوا جنبي وانا لولا دعواتهم لي وافهم جنبي طول الوقت عمر ما حسنا موجود في دلوقتي وقول يا رب خلهم دايما في حياتك ان شاء الله ربنا خلهم لك محمد مناك التوفيف وتجربتك الجديدة مع البنك الاهلي تواحد من اللعبة اللي بعيد ان انت لعب كرة كبير من اللعبة المهزبة واللعبة المحترمة وان شاء الله تحقق كل احلامك سنو الكرة وخرج الكرة ربنا خلكك مسر مبسوط اللي ونورتنا النهاردة وحسب بله مسر دا كان لقاءنا مع واحد من مواهب كرة القدم المصرية هو نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر ونجم نادي البنك الاهلي حاليا كابتن محمد برمدي كانت تصريحات خاصة في برنامج رقم عشرة بنشكركم منتظرونا في اللقاءات قادمة ان شاء الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة